العلاقة بين اثنين قرار استمرارية العلاقة مجهود واختبار يومي لها القرار واي علاقة بين اثنين مجوزين او منفصلين اصحاب او من نفس العيلة بده جرأة كبيرة وبده قوة ليكون كل طرف على حقيقته الكامل لقدم الآخر اوقات ردة فاعل وحدة تكشف حقيقة تانية وبتكون الحد الفاصل بين الانهيار والاتمرار اضيوفنا رح يواجهوا مخاوفهم حتى يقدروا يواجهوا بعض رح يفتحوا قلوبهم ويمكن يكتشفوا زوايا جديدة ما كانوا يعرفوا عنا قبل ولا شي هو ما بيقامن بالاعترافات وما بيقبل يقعد على كرسة الاعتراف فكيف بده يقعد على كرسة اعترافات مع ريتا وهي لانه ما دامته ولانه هنية ولانه بتحب تسيره كتير اضطرت تعمل مثله اسرار كتير رح يعترفولي فيها المحامة والمحلل السياسي جزاف ابو فاضل وزوجته الصحفية والاعلامية هلا بيراق اهلا وسهلا فيكن قدي ايه لنا اعتراح الزيارة اهلا فيك يا ستريتا لا ما رح ضيفك اول شي شفت شو دياتي بس رايحة عن حلق مرسي مرسي تفضل هي مبسوطة انكم جرتوني بفترة العيد مرسي جوايو نوار هيك لا نعمل وش بيتنا مظبوط معكم مرسي ستريتا مرسي مرسي بزيادة ما بلدك تراجي؟ مرسي 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 كلك زول لا؟ مرسي ما بيأكل حلو عندو الحلو كلو مرسي شو بدو بالحلو احنا ورتوني اليوم يعني نحنا بنعرفك على الشاشة بنعرفك الشخصية هيك الصلبة الشخصية اللي عطول عابس وعطول مشكلك قريب بدي شوف هيك الوجه الآخر نرجع لأيام الديار ولأيام ما تعرفته على بعض انت كنت قابله بجريدة الديار صحيح يعني أنا بيت أنويها أربعة سنين وما حدا يعرف شي واظهر أنويها وتقريبا كل يوم أو كل يوم بعد يوم بعد الشغل وجوزنا نهار السبت عرفه نهار الثانين أوف طب انت صابية بأول عمرك عم تظهري مع شاب أربع سنين وكل يوم بعد يوم عم تظهري معه وما حدا يعرف كيف زبطت معكم هو مقلم من أول الطريق إنه ما بدنا حدا يعرف بس حتى الأهل حتى أقرب الناس لا الأهل بعدين عرفوا بس صرنا بدنا نتزوج عرفوا الأهل بس صرتهم بدكن تتزوجوا ايه يعني آخر سنة آخر سنة أكيد أهله وأهلي عرفوا بس أول شي أبدا ما حدا وإنت مشيت معه ضغري خفت إنه إذا حدا عرف تخساريه ايه مشيت معه ضغري وأول مع زمني يعني ساقة بتهوي كان رئيس الصفحة القضائية بالديار ومكتبه رواء لأنه بحب الرواء بحب يشتغل على رواء كنت مثلا يفوتوا هالصبايا اللي عنده أستاذ فينا نقاض عندك بالمكتب تنكتب تنرويق راسنا لأنه عجقه برا هو ما في عجقه إنه جاو شغل بس طي حرك شو فيه ومنهم أنا يعني أنت اللي دربت عينها لها أبدا نحنا كلهم كانوا ضربين عينونا لها أبدا هالآل؟ هيا عم تقول هكا هلا نحنا كلنا أبدا يعني عامل دونجوان كنا لا والله لا الحقيقة لا مش هرقدي بس فهيدي البسمة مخبية وراها شي كلهم كانوا بدون جوزاف بالديار ما بعرف ألا معاولكم كلهم نفسهم خضرة مش معاولة لا مش هيك تقولك يعني هو شبه حلو شب عزابي حلو؟ ونحنا صبايا قبلوا ونفسه خضرة لا وقبلوا وكلنا قبلوا بالديار وإجا هو جديد ما كل جديد وإله رهجة مضبوط فصار في سبق يعني أنت والصبايا بالديار لا صرنا نفط له عنده على المكتب نقعد عندك نكتب عندك كذا صرنا نسيره ومنهم أنا صرت سيره بيجي نهار بيقلي معزوم عالعاشا عند عيد زواج صديقي ومدامته وعملين عاشا بتروحي معي وهيدا رقمي إذا أوكي ردي لي خبر بعض الظهر آه كل هولي أنت ماماكي رقمه لا لا ماماكي رقمه زميلنا زميلنا بالشغل وهو طب إيه زملة ما بياخدوا أرقم بعد كله لا لا هو ما بيعطي وجه لحدا ما بتعطي وجه لا ما بيعطي وجه هي بتعرف كده لا لا هو ما بيعطي وجه وماماكي رقمه مش قلنه يعني صن فالصن لا على الرسمة أنا أخدت رقمه ورحت عالبي قلت يا عمي شبه بقل له أوكي بس مش لازم يقول له أوكي دغري عايب ارجع فكي بس كان عايش بك أكيد لو ما كان عايش بك أكيد لو ما كان عايش بني مره مش عم بفوت على المكتب اكتب جوه وأعمل أرتيكليات جوه عنده بالمكتب كان عم بيعطيك الواحد ايه هو ونسأله شو بحط عنوان هون شو بكتب هون وهو شاطر كتير يعني ايه هو للشاطرة من عمي ايه شاطر شاطر حتى باللغة العربية شاطر يعني عنده فدقيت له بعض الظهر قالوا هلا مين هلا هلا بيراك ايه قلت له أوكي بالنسبة للصهرة قال لي أوكي وين العنوان وين بيجي بيخديك عالرسمة ايه عالرسمة عالرسمة عطيتو عنوان وين بدو يجي يخد هيا ولبستو هيا أي ساعة ضهرنا فلا بعد كزا مشوار سألته قلت له أنه أنا قلتلك دغري أوكي قال لي لو ما قلتلي أوكي دغري ما كنت تنايتها عادي ما كنت تنايتها يعني طلع معي حق دغري قال له أوكي ما أنا فكرت فيها لأني بعرف مثل تركيبة راسه ديراكت ورسمة وارف تيكي استغنمت الفرصة انت هل قد كنت جدة معي يعني كأنك عم تعمل ديل؟ أوكي رأي الساعة وين العنوان؟ هكي ربيت أنا كنت رئيس جاهز أمن القواد بالمتن الله يرحمه الرئيس إليح باية والشيخ بشير وشربت هاي الحياة كلها هاي واستمرت معي لأنه أنا بلشت صغير يعني انعكسيت على حياتك الخاصة لا بعضي وأنا عيش هاي حتى بس شكلها لفتت لك نظرك لأنه أيضا من كل ياللي عم يشتغلوا ماركو أكيد لفتت نظري كتير يعني هادي كانت اللي تحركش هيك إنه هيدا رحمة هو كان فيه كيميا وأنا كنت حسها إنه هي قريبة يعني تيجي تقعد بالمكتب اللي أنا فيه وتشتغل وتسألني وكذا أنا مش وايحة بس أنا عندي موقف عطول بياخد موقف سألتها هلت لها عندي موقف؟ هلأ موقف بين شاب وبنت عم بده موقف؟ يعني بسأله إذا بتحب تكون أنا موقف فيك تتحش أنت؟ تتحشت يعني هيك أنا بتتحش هيك بتتحش؟ بس هاي المكسيموم لا مش المكسيموم فيه تحشات أكتر بس هلأ هايدي طولت للأربعين لتجوز إذا هيك؟ تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين فرأيت على السنة لا لشو بجوز بكير واحد لأنه بكير لشو لأنه لشو بكير ما جمعتين بيطلق وبيرجعوا أنت ما طلقت؟ لا ما بطلق أنا بجوز تسعة وثلاثين بيطلق بعد خلاص هو بيكون واحد ركيز بس واحد يجوز بشيري يفحصوله هونيك شغلة هي خيمة البساين عنده أول شي في حصوله وعقله وفي حصوله قلبه وفي حصوله جايبته هي أول شي هوني عم يغلطوا عنا بديوا ملشين بالعكس أه كيف؟ أنا هي رأيي أنا مش فهماني شي كلكم طبويات طلعتوا الليلة أنا طلعت لبفهم بس رادة؟ معودة على أكيد رادة لا أنه يعني معروفة لصة طب قبل الجايزة ايه كيف كنت مع الجنس اللطيف؟ اه أنا يعني أكيد ما كنت طباوة للتسعة وثلاثين لا أنا خبيث مع الجنس اللطيف خبيث كيف؟ باطني يعني ما بظهر مع واحدة وحدا بيعرف ولا يمكن حدا يقدر يعرف إلا كانت مرأة أو كانت بنت ما حدا بيعرف ولا بحكي عنها تظهر مع امرأة يعني ظهرت مع نساء متزوجات؟ أكيد أنا أعزب أكيد بس آآ يعني مرحلة وكانت بس أكتر شي كنت أخد راحتي يعني ببرات منطقة أكيد ببرات منطقة؟ ببرات المتن أنا كنت معروف وجي معروف يعني تقصد أنك تتعرف على بنات من برات المتن؟ ما بقصد عندي صداقة توسعه بس لأ وجودي أناوية هون يكون خارج المنطقة آآ هن من المتن بس وجود تخناعون يكون؟ في منهم متن منهم كسروان منهم جبال منهم باترون منهم غربية يعني لازم نتضلك عامل الصورة نطاق شغلك بالمتن أنه أنت ميت بيعرفوني وما روح هيلله زي بدروح على راسترونه أنا وياه بشوفوني كيف؟ معروف مرة راح جبتها بالنهار من عند أهله لبس بكان أيام تموص ما فيه إلا كنزة بالسيارة حطت الكنزة على وجهه وغطت حاله كله عجلت سيارة هيك بتذكري يا أمتها؟ حطت الكنزة على وجهه قلت له هو حدا يعرفك صارت العلم بسيارة ما كانش فيه ماء سيارتي يومتها بعد صارت كل العلم يطلع فيه أنه يكون خاطف حدا جوزيف عبد الفاضيل أو شيء حطت الكنزة على وجهه بس مدورة الأي سيارة يعني وكل شيء الحمد لله أكيد شو لكان بس أنه ما لازم حدا يعرفها لأنه كل علاقة تنفضح بتفشل أنت هيك برأيك؟ أكيد حتى علاقة أمنية أم علاقة صداقة أو شو مكان بصير فيها إيل وإيل راس مقابرات كتير للحب والغرام أصبط شيء ولكن نتيجة يعني اليوم الحمد لله هلأ كل واحد لازم يتصرف مثلك ليزبط ضواجه بينجح هاي نصيحه؟ أنا نصيحة له أكيد بينجح بس واحد يوعد قبل حتى تلك أفضل براسة بالعشرة أنا سابت لأنه عشرة سار وهو معروف بالمنطقة وما بده حدا أن يشوفني معه إنه بس ما أتمنك معروفك أنت بالمنطقة إذا أنا صار لشيء الطريق لا إنتمنك معروفة بالمنطقة إذا شوفوك ما هيعرفوا مين طعلا أنا هايك هايكي اشتغلت عطى مدنة شلت عن وجه وخلص هاي كنا بعضنا كمان صغار عم نحكي من الخمسة وعشرين سنة لورا يعني ما عم نحكي هلا إنه كانت الخالصة الحرب جديد والأيام مش متل هلا إنت أدا كان عمرك لما تعرفت عليك؟ يعني بالخمسة وعشرين مبسطة بهال يعني فيها جاذب إيه اللي هي سائلة الواحد بحب يشوف حاله بالعلاقة بس بنفس الوقت فيها أتراكشن لا بالعكس كمتنا مبسوطين ومرتحين ونظهر نبعد مثلا نروح فريا نروح إشيا مطارح بعيدة مثلا نتعشى مطارح بعيدة مش ضروري نكون مطرح قريب وتعوضنا إنا أربع عصمين أنت كمت صحبة مع أخواته البنات صحيح وخفيت عليهم علاقتك معه لأنه هني عيلتهم كلهم صحفية بالباب من عادية فكنا نشتغل كلنا بالديار والصبايا خياتوا أصحابي واحدة منهم صحبت كثير يعني أنتيم أنا وياهم نظهر نعمل المهمات سوى مثلا صار وقت حرب عنايد الوضب أنا ما طوالت كثير يعني إيه روح أنا وياها أنا جيت مأخر وفلت بكير ما طوالت بالديار بالديار يعني عدتش 12 سنة أنه ما حسيت حالك غلط أنه تجاه إخواته أنه أنت عم تحكي معه كل هالفترة وهني ما معهم خبات ما حسيت غلط لأنه هو هيك بده أنا بدي تنجح العلاقة بدنا تثمر العلاقة عندما تثمر العلاقة تبين أنه أنا على حق إنما غيري مثلا بحط صاحبته بيحمله عكتافه بروحه وياها العالم كله بتشوفهن يومين تلاتي بتطلع الصرف لينصب بالعين نعم بتآمن بالعين لا مش بالعين أنا مسيحي ما بآمن بالعين أي عين منهم لكن ليه بتفشل إذا حطت عكتافه تفشل لأنه بصيروا كل واحد منهم يعني بصيروا واحد يتسلوا فيه العالم أنا ما علي بس على فكرة أنه في كتير مسيحية بيأمنوا بيصيبت العين شو بعملهم أنا من نسبة إلي ما بيأمن بالعين تب بعد أربع سنين مين عمل هيك الخطوة الأولى للزواج يعني أنت قلت نحنا عم نتفي كنا بالأربع سنين عم نتفي تتزوجوا ولا هي قالت خلص أنه صاروا أربع سنين لا نحنا عم نتفي ساعة البدا أنا جاهز كنت ومس استويت القصة على الأخير كيف يعني استويت طلعنا خطبنا بمر شاربي لأنه بيها وحدنا أوكي أوكي 9 و 9 حطينا المحابس أنا وياه بس أدين ما رشعر بلوف اللاينا هيدا قبل بأدي؟ قبل بسنة 9 و 9 و 99 9 و 90 قبل بسنة أقل كمان قبل بسنة هيدا كان أهل كون بعد ما عرفوا؟ لا كان إجعل عنا ع البيت آآ إجعل كيف إجا يلا هيئتها خبرية كيف إجعل عنا إجعل عنا ع البيت نحنا من البروك من الزبل من البروك إجعل عنا منا باي ع البروك قلت لهم لأهلي في شاب معي بالشغل معي بالشغل وبدوا يجي يتعرف عليهم لا قلت لهم أول قدين بس شايفوني تفاجأ وكفت لا خبرها خبرها لا لا كفة كفة وبدوا يجي أهلا وسهلا يتفضل أجا من نباي على البروك أخذت معه شي ساعة ونص ووصل أكيد يعني نهار أحد وغدا وقعدنا وقضينا نهار وأهلا وسهلا وفاد ساقبت بعد يومين ثلاثة وقال لهم أنا أنه بدي البنات وأنا رفيقتي بالشغل وأنا بدي إياها قال لهم ضغرين مش أنه إجع زيارة وفل ضغرين الزيارة الأولانية قلت لهم الغداء يعني في منهم عم يتغدوا ووقفوا الغداء في منهم كفوا الغداء فاجأوا فيي لأنه في منهم بيعرفوني قبل مين في منهم كان في ناس غربة ولا قبل لا أكثر شيء اللي يرحموا بيا يعني ما كان راضي لا كان راضي على سلامته الله يرحمه بس غص بحبه كتير كان أي وأخوات الشباب كمان وصوهري أنا عرفوني شو بكون قلبي رأسه بس شايفك عرفوني أنه أنا كنت مسؤول بالقوات وكذا أنه خايف عليا أنه أكلنيها مثلا لا ما قالوا أكلنيها لا ما أنهنا هيك الجماعة طيبين كتير أهلا كتير طيبين بس لماذا بدوا يغص كتير محبين لأنهم أنه على أساس هني معاودين نجيجوا ناس أصحابها من الجريدة أنا مش من الجريدة يعني ما كانوا متوعين أنه أنت تكون بدك تطلبها يعني تفاجأ ويكون وقح هاي كان أنا وعالطاولي قلت لهم يعني أنت بتعتبرها وقاحة؟ يمكن في الناس يعطبروها لا لا مش وقحة أنه حبيبة للبناء بيجي واحد بيقع على البيت أول زيارة وبيحكي يعني كتير شو قلت له؟ كيف طلبتك؟ نسيت قلت له أنا وياها متفقين نسيت؟ معقول هيدا أهم مرحلة بحياتك كيف نسيت؟ هلا كل حياتي أنا مراحل أنا فيش إلا حياتي بإلا حياتي صعبة كتير كان عندي صاحبي الله يرحم وتوفى كان إلا كان يعرفني أنا ما بتغزل بمرتي يلي إلا حياتي إلاك شو كلمة؟ يا أخي شو بله لحياتي أنا حياتي كلها مشاكل وما أصصوا الرويات وطب قلبي مثلا؟ ما هي ذاتو الحيات والقلب إني ذاتو كنت لنه أنا متفق أنه إياها وإذا في مجال برنا بركتكون وهذا كاسكم ولو قالك لا؟ فقال لي لا فكيف في الغداء إذا قال لي لا فى الدغرب ما بكف غداء؟ لا فى الدغرب هلا غداء لو قال لي لا فى اللغ لا بس ما قالوا شي ما جاوبه طبيعا انا ما جاوب لا دغري هلا ساعة أبيت بعد يومين أنا أراي برومي برومي بالمتن حد ضيعتهم حد نباي أنا مع زمين اللي عندهم على العشاء قال له إجا شاب من بات أبو فاضل إنه كون رومي قريب لنباي قال له إيه بات أبو فاضل ناس كتير رميح نحنا نباي بات مرع برمانها مرع غاني بات أبو فاضل كتير عائلة كبيرة قال له بات أبو فاضل إيه عائلة كتير منيحة كله الناس مرتبين ومعلمين مين الشاب من وين من أي ضيعة قال له الوالد الله يرحمه قال له من نباي قال له نباي قال له لا شو نباي باب يعرفو شي عن نباي قال له نباي لا ضيعة وين بدك تاخد البنة تتقعدها بنباي ضيعة عقلاتهم حدين كتير أهلا وشايفين حالهم كتير بقولوا نحنا تحت قلب 2 سنتين بسنتين بسنتين هاك شي عم بيصحفلي هنه شو بقولوا هنه هاك قال له مضبوط أنت تحت قلب سنتين نحنا بنباي هاك ما نقول تحت قلب سنتين بنباي وأنت شو بسنتين أكيد أنا نباي أنا تغيرت ملامح وجه لا هنه أهل نباي بقولوا هاك يا حرام رزعوا أهلي قالوا لي يعني هيدا الشاب هيدا الشاب قالوا لنا من نباي وقال هيدا ضيعت كيف رجعت أنا أخي هلأ بخ أنه هلأ بعدين الواحد بس يحط شي براسه يعني أنت العنتك أنه خلص بعد أربع سنين هلأ ما عندي عليا معنتك شو شايفتين هلأ أنا عاطل يعني أنا ما شايفتك أنا شوف هنه كيف نقذب بوقتها وأهل الضيعة وتحت قلب سنتين هلأ معك حق تتصوري هالصورة أنا مش تصورتها باية أنا ما أخصص هلأ معك حق هالتفاصيل يعني عملت خطي مصبوط نحن هكي وخاصة بس عرفني الله يرحمه هنطول النخلة عرفني ساعتها خاف بزيادة خاف بقى بياخدوا حذر ونهلأ خبرت أهلك كمان إنه بدك هالبنط إيه طب بدك تقناني إنه أنتوا تجوزتوا خطيفة إيه والله وما عملتوا عرز؟ بلع بلع عملنا عرز إيه إيه عالتاليفون للقودات النقبة الزباط للعلاقة المدرة للشخصيات كلها اللي بعرفون قلتلوا اليوم الجمعة عبكرة عرصي ساعة خمسة بنيبها شارف قالوا أوكي شو خبرية حلوة هاي كزا طب ومدى قيت لزملائك بالديار؟ أنا ما أنا بالديار ما عندي زمالي أنا محامي أنا بيجي بعمل هاي صفحة ما هي العروف؟ هي أنا زملائي بالديار هني إخواتي يرفقيتها بكفي خلاص بس أنا عندما أنا مرسلة بمجلس النواب بس هي قيل تكرف إيتها بمجلس النواب أنا دقتلي رفيقتي عم بتقلي هلا ما جيت اليوم قلتلي إيه لأنه أنا بكرة عرصي حرام وقتها كل الزملاء بمجلس شو بدي قيلها أنا بدي خبر حضاً بس إنه معقولة قبل بليلة بدك تازم على عرصة؟ اه شو أنا هايك بتصرف يعني أنا هايك بتصرف وهايك تنجح وهايك تنجح الأمور لو قبل بيجي محتين إله إله إخي أهلا بيخافوا أهلا بيخافوا أهلا بيخافوا يا ستنا يا ستريتا إنه إذا عدمت أنت هالقابي أو المحامل يا ستريتا يا ستريتا يا ستريتا ما بدك تشتري فسطان؟ مين؟ دبر حالة شو أنا بدي أشتريه لفسطان كمان لمرته ما بكتعطيها أرباح شو دبر حالة شو إذا هي مش ضابط شكلها شو بيعملها؟ إذا مش متلك بليها أبلا ما تجي أنا متلي أنا بكتعزمني قبل بشهر؟ لا؟ حلق إذا بتحبيب تجي تحاني إذا بتحبيب تجي تحاني إذا بتحبيب تجي إذا بتحبيب تجي أفضل ومدامتو مخيت فسطان؟ أنا هيكي أنا هيكي إذا ما لقيه بمجلس النواب كلهم لأنه أعرفوا قلتينهم متل ما أنتم بلجي لا إجوا كلهم بلا زغرة مرتبين وجيخين وأنقيمة نحنا قبل بيوم أعرفوا إجوا وخضروا العرس و... طب ليس ما يتوا خطيفة أنا بعد ما تنعت؟ ما يعني خطيفة وعريث؟ ما فهمك ما يعني خطيفة؟ جبت لعند أختي عالبيت وصلتها وطلعت ضبطت الوضع بالكنيسة وقلت للخوري و... يعني كل شيء يعني أهلك ما كانوا راضيين؟ لا إجوا 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 أهلي إجوا نرحوا أهلي لعنده عند أهله كثير معقدة قصتكن؟ دم أنا معقدة قصة غير هيكي ما حلوي أظبط شيء وأنا إذا بتجي لقائلة قصة إلي للقصة مرس أنا شو حسيتك بك جاء تجار مراتين؟ تاني اذا بتجي لك القصة بتعيدها لا الحمد لله اذا بتجي قلت له انا زواج مدني قلت لي لا انا بدي مني كنيسة قلت له اوكي يعني انا في كتير امور وقفت عرائي زواج مدني دوقتها قلت ياني انا لا انا كاتوليك وهو ماروني وهو قلت لياني عمدني بكنيسة الضيعة تصير مارونية صوري عنده شروط كتير لا بس عبق صدرك لا عبقتي عبقت لانه كتير شروط يعني اجادة هلا هلا يعني الوحدة لما بده تجوز انا هيك بعرف ما بعرف اذا انا غلط انت قل لي ايه تفضل ايه يعني هي بتحط شروط على الرجال بتعمل انه هي مثلا اكيد مبينة انه كانت صبية كتير حلوة وبعدها وبعدها ايه الحمد لله فانه بده تقلك انا بدي هيك انا بدي هيك ما بيكفي انك اربع سنين شغيل لحدا ستري بتح اربع سنين انا وياها متفقين على الصغيري والكبيري ما في لزوم بقى هوا ديكي صاروا تفصيل ده يعني بسيط يعني احنا الاشي رئيسيه متفقين عليها بس كمان اول نهار تفقت معها انك بكتعمدها لا هيدي بالمزح هي قلتله قبل مره ماري انويها من كسروان كمان في شي احلى هي بالمزح معناتها بالمزح مره وقلتله لكي مره كنت عم تشارع انويكي لا عم تشارع بلا او شي كنت انويكي بالسيارة كنا ماريين ع حاجز جايش قال له تفضل عم وهو قدامي شايف حاله انه هو شاب كيف ديه له عالوي كيف ديه له عم قدامي وانا بحب جايش ربك والعمك وعمك انا عم من تحت وطالع بلشت له ايجا الظابط غشي من الدحك بس هور يارفوني انت كنت هوني تجوزت ولا لا لا اكتبا ما تجوزت لا كنا عزيبة نعم ماشي نحنا نحنا جنسنا بيصلع بكير الي انو انا خلك حلقrichtا لكن الي عمرني هايك بس انا هوني خلق بينحوش لانو فاكرني انو كنت كبير يعني الاصلع بيعتي عمر ما كانش دير جيح لتشعرون هيك كذا وصلت على الحاجزة اللي اهلا تفضل عم قلت له عمك ورب وانا حده مبسوط انه حده صبيه كذا وكيف بيقله عم حايدة واحد صفر كانت لا الاعدة حلوة كتير وفي كتير قصص بدي اعرفها لا موسوعة يعني بعد بعد ما بلشنا بس بدي جيب شي ناكل لانه جعل خلص اخذنا ليكا لا 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 ولو عند ريتا لا اوكي عرصنا هولي كوكيز بس كتير خفاف كتير قليل السكر فيو مرسي كلك زو مرسي خد واحدة تانية عشوكولات كمان بس واحدة؟ مرسي هلا بتخبر عن كرم بتحرب ايه والله انتو عسلمتكم انتو عائلي محترمي او انا بحبكم بلد تانورين كله عظيم نيه زمطنا تانكيو خد واحدة تانية لا تانكيو مرسي لانه ما بتحبوه يا دلي شو بيصير فيه فزمطت انا حمد الله زمطت انا وبتحربوا تانورين لا ولو انتو عراسي وعيني هلا انتو كيف جيتوا لعندي سيارتين؟ لا جيت انوية بفرد سيارة انا بالليل هلا وبعدين هلا كثير بالطرقات مش شادرة بعدين مغير السيارة هلا ايه باشو عم تكشف حالك امنيا يعني بالليل بتجوا سيارة واحدة ومغير السيارة ما بمشي انا انا بطلع انا وعينتي بفرد سيارة بس انتو ليه اصلا بتتنقلوا كل واحد سيارة مطلعوا مع بعض مشان انا ازا حدا بدوش هي علي ما هني انطالوا ايه والولاد ولا بوسق ولا بعت سيارتي لحدها ولا بعت استيارة ابدا انا بمشي واحدة من وقت صار معك الاكسيدان وان شو هي الخبرية هاي هلا جاي من الشام ايه بسكروا دي قطفوني 16 ايه ب 2012 حطولي دبش وكذا وهجموا وكسروا كالسيارة وأوصوا كنت وحدك وحدك سيارة ومحيح معك واحدة ايه انا فاقوصت ليه تمشات فرد وخلصيت وهي الزباط بالجيش بيخبروا ما صدقوا قدامي ثلاث كوميند كار مجيش وكان في امن عام وكان في جماريك وقطعت عليهم كلهم منظلات ماشي يعني بتعتبرها محاولة اختياء اكيد ولو معروفي كل العالم كل التلفزيونات حطتها يوم متى مين ام فيها؟ عبحنس انا لازاز قلب عوجي عبحنس صار شزايا لازاز تطلع بوجي انا مش كمسرية وخايف ليسكروا للطريق قدام ست بيجي على المتن اريحلي فرد مرة لانه كان مشكل كبير بس خبرك ملا واهلي اكلتها يعني هي طبوية يعني هلا لما حملته ما حدا بيحمله كيف خبروها؟ كان صيفية لانه بقوت وكان ولادي بهاي سكول برمانة كولوني بنت صغيرة شو عمرها سنتين ونص وصلوا لصغار اول شي بنتي جبتة من الأوتوكار قلت مازال انا ريج عم بيروت بشيبهم معي عحسا ما يبرم فيهم الأوتوكار ماسكا بنتي وناطرا ينزل ابني من الأوتوكار بيجيني تليفون زميلة صديقتنا بتقلي جاوزي كوان هيك قلتلى مش بلبنان قلت انا بلك بده تطلب منه شي طلب او شي قلتلى جوزيف مش بلبنان لا قلتلى هيك هيك حرفيا قلتلى لانه سمعت انه منصاب بسوريا انا بلشت تصرخ والعالم أهل وعالم وأوتوكارات والأولاد عم تنزل وانا صرخ قدامها العالم والعالم تفرج علي بنتي تركتها وركضت عالسيارة حدا ما بعرف مين اللي حقني ببنتي وحطها معي بالسيارة وماشي بالسيارة بدي كون الراديو داير بسمع صوت جوزيف لا قولي من نيو تيفي ايه نيو تيفي اي بس صديقتنا ست مريم بسام حكيتني اطمنت علي بس عطيه اول انه مايك شي طلب اوكي حاولتنا دغري على السيديو طلب ما بنشي واللي صارو ينقلوه على هيدا اسمعت الخبر الكابتر خير الله مهم بعضو طيب شو ما بي مهم بعضو طيب بس شو كنت يعني بس الله قد ما بيحبني ما بدو يعني كنت عملت اكسيدان اكيد عالطريق ومن وقتها يعني صار عندك هاجث الخوف عليه وعلى ولاديك وعحاليك اكيد اكيد طبيعي لانه ما رأنا بايام من بعد انفجار بيروت وقت انفجار رئيس رفيق الحريري صرنا نمرو عطول انفجارات ونقلب البلد 180 درجة بس جوزيف مش بيخط صعب وبخوف يعني ما جيتي هلأ انت من بعد هالحادثة وغيره وغيره يعني توصلت قليلو طب خلص خلينا نحط كل شي ورانا ونعيش يومين بسلام متل كل العالم يعني ما بتقليله خلص انا مش ايد رباقتهم بس هو خلص ربي ربي من ابن 13 سنة ربي هيك يعني هو عيش عاصر كل الفروب بعتبره خلص عنده اناعة انه هو بده يكمل هيك وبدك تبقى متلمان بيب هلأ انت ما بتدور الراديو بالسيارة ابدا مزبوط هادي مين خبرها هاي مزبوط ما بده ما بسمع راديو بشيارة كل الشغل اللي عمناه انه برك يطلع علينا قواس يعني شو بني بيعرف حيله واحد شو بصير يمكن اول ضرب ما يصير بكتين ضرب بصير بيطلع عليك قواس بتاع شو بتعمله شو بدي اسمع غنية بسمع بالبات اذا بدي اسمع غنية وانا ما بفضل اسمع غنية ما لاش انا مسام مش كتير بروح كتير وبيجي كتير بطلع عليسطوران شو عم يقول موال سمي حرطة بواقف ما اخيه شو نحنا جايين والا بقى نسمعك نسمعك بالبات نحنا نعمل بدنا اياه بس هلأ طباوية هلأ يعني هلأ كل شي بالبات انا ما بعرف بشي بس بتكسرلك كلمتها مع الولاد اي مع الولاد اي اي انا مشكلتي نقطة ضعفة الولاد طب انت لاي حدود ما بتعرف شي بالبات طيبة ما بعرف انه وانا غراضي بس بعرف وانا مسام ساعاتي خوات شو بدي خبرك يعني سلاحة طيبة بس تعرف سلاحة قوي سلاحة اكيد انا مغلوب نسلح كتير بالبيت نا وانا اللي سامحين لفيونه الدولة منسلحون والباقي يموزعينه على اصحاب اللي بيجوا لا اصحابنا شو حسيتك هيك انه اللي سامحين لي فيونه هالدولة يعني مصبوط مصبوط شو عام ايه لا 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 انا ما بدي حدا يجي ينمر علي شو سامحين لها بستعملون بس بيقدروا يحموني يعني عم تستعملون بعدها؟ في عندي كل فترة بروح بقوص انا اكيد من احنا مجموعة منيجي منقود عنا بالبيت بتضحك علينا هلا ما حدا بيسمع التاني ما كلنا ما بنسمع ايام حرب ايه من الايام الحرب لما تتخينقه اهلك بيصفه معه ما بيصفه معك صار؟ اهلي معه بيحبوه كتير اهلي معه واهله معه الكلمة ايه بيحبوه مش حدا معك بس مجموعة ما بنتخينق لا اقولك لا ما بنتخينق لانه انا طبيعتي هاي مؤسسة الزواج بدا تمشي عرفت كيف بضل ابرمه وقفته ورفوته واضهر تاوصل للبدية بلخناك لانه معه معه يعني اذا بنتخينقه انتك حفظتي من الاربع سنين اكيد ومتل ما بيقولوا عاللبناني مشي تعطي بطابك لا مش عطي بطابك لا ايه في كتير امور برجها بعمل للبدية لانه بيطلع الحق معه بيطلع الحق معه اكيد يعني ولا مرة بقله انا اذا بقله اذا بقله شو بدا الام او الزوجة شو بدا غير مصلح البيتك بس انه هيدا شي مش منشوفه نحنا عالشاشة هلا عمشوف واجه اخر لانه انت على الشاشة بالسياسة يعني بمجال شغلك معك حق ما معك حق ما حدا بيقدر ياخد منك حق وباطن ايه اكيد لانه هيدا سياسة بده حنكية بس بالبيت بده يكون في طيبة يعني اذا كان ما فاصل يعني عامل شخصي تاني شو لك كان بفوت عالبيت بده بده خلهم بمشاكل سياسية ما قصهم رايق بالبيت انا اهم شي ما حدا يمسك لي غراضي يعني انا بكون عم بكتوب بتجي ماريا او جو بياخدوا قلم هلتا نقول مش عايزين هني بياخدوا هاي القلم بيجي بس تناول قلم تاني لا اكتو بيطلع غير قط خلص بدي القلم هيداكي كيف بتكون ردت فعلا؟ ما بكون ردت برجع خلص راح الموضوع كله بكتوب غيره خلص ايك بكل بساطة يعني ما بتعصي ما بتقوله ما حدا يدقر الغراضي ما هني بيعرفوا انا بموضوع هيدا بتغير المقان يعني الفكرة كلها بتروح خلص انا كنت عم بياخد شي عن التلفزيون هم قايدوا اخد ناطفي عيطولة بدو شي ً مني خلص خبرين عنه بالبيت بالبيت الولاد بس مخليهم بشغلة انا شو بقلهم بقلهم مثلا بيطلبوا شغلة بقلهم لا ما في تروحوا ما في تروحوا لههم الخرص ما في تطاولوا بصيروا ينقوا مثلا بقلهم طب بيسأله وا شوفوا إذا بقلكم اوك روحوا انا شو ياني اسأله بابي Sugar tululab بروحوا البابي بيررعوا ضحكتهم هيك آه durch تغريبه والآن والقرار الأخير لأله لا القرار لألي لأنه هو أنا بدي واصل أنت وزبت الدخلية بالبيت ما بنت صغيري ما بتسوق أنا بدي واصل أنا بدي جيب أنا هو مش هو رح يعمله بس هو خلاه يعني هو ما بقل له أنت قاعد مرتاح وأنا العم بتعب تعتم بالبيت كله مع أنا بنت بتسعادة يعني أنا ما بسمي يا خاد معاي بس أنه قد ما تعمل هلا كل شي رومانسي رومانسي لا ماني رومانسي ماني رومانسي كلها سنين ولا جنسي حمسية خاد طلقني يلا شجعية خاد طلقني هلا هيك طلع طلقني هشولك هكي بطريقة مبطلة كوتلتية أنت على الطريقة الجزويتية أنا كيف بتعمل لا أبداً عم جرب أفهم لا اتعلم أنا بحياتي لا أخوة إذا ما تتعلم هي بدأ دورها أنا بدي دورات لأنه أنا أفشل من هيك ما فيه تعمل دورات إذا بدك تكرر معيني بلا أنت كوتلية وجزويتية بتكوتل الأمور يعني بصير تزبطها وجزويتية يعني بتعرف السيستام تبعهم مش ناسك إلا تكوني بس جاوز مان جوزيف أبا فاضي لقضيت أمن ومقابرة لا هي دايماً بتحور وبدور وترجع للأنا لا أنه هي جاو اللي عايشين فيه هلا أنا بس أنا لا مش كتير لا لا مش ما عنده أنا بالبيت هني بيقرروا لا 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 حرم بالبيت أنا آخر مرة قلت لها بحبك هذه أبا مجوز لا لا ما سيء كيف بحبك بتصرفاته إنه شو رح نفوت باليو بيد لا تضبطي يا هلا مزاق لا لا بس هلا شو نحنا مباري حتجوزنا ما ولادناك بحر كلها السنين نعم نعم ولا مرة قال لك بحبك لا بلا كيف بس هلا هلا نحنا جاينا على الطريق أنا بحبك يا مرت إنه بكون عم يتضحك علي إنه طبيعي بحبني طبيعي تحبه بس مثلا أول ما تجوزته ما في مثلا أنا جايش وطابخة قلوب هؤل القصص هيك ناعمة بتبعت لقلوب بتبعت لشتاقتليك إذا مسافر يعني هؤلنا نحنا منحبهم يعني فيكم تبحكوا علينا بها الكلمتين أنا وياها أبيل بعضنا هي بتعرف إنه هي ذكية كتير ما بيندحك عليها بالقلب والقلبين لذلك أنا ما بقل له هني لأنه هي بتفهمهم بس بحب اسمها إنه شتاقتليك إنه إنه بحاجة صح؟ الأكيدة منطمن عليهم بسافر بقل له اشتاقني لكم وطمنونا عنكم وكذا أقول شو بقل له بحبك من برا يعني إنه رحت من هون لدبي أو من هون لفرنسا أو من هون ما بحسو عشام أقول بدي كي إنه من هون لهوني كي مالحط وصلت بالطيارة فقل له بحبك وشتاقتليك طيب أنت بتحب تسمع منا هيك شي يعني بتحب الكومبليمات هي بتحكي أنا ما بحكي بتعبر أكتر هي بتعبر حلق لك في شوية منطق إنه هن رجال جمالا ما كتير بيعبروا ممكن بتصرفاته مثلا بالكادويات بالسوربريزات بجي بسكادويات مثلا بيعرفني أنا بحب السوربريزات هي بتحب أنا أحب هون بحب السوربريزات مثلا ما بحب الأنيفرسارات نعمله أنيفرسات مثلا هيك سوربريز شو بيعمل آخر سوربريز عملتوا لي في بيت باستنبول بحبه السنة على أساس مش راحين لأنه بنتي عندها كون بهاي الفترة اللي بدنا ناخد هيدا البيت نقاط فيه عملوها فيه تاري بس خلصت بنتي كون كانوا مستأجرين هيدا البيت وقاطعين التيكتات ومخضرين كل شيء وبيت كتير فاقمو حلو وماريا خلصت لكون واجي لغري قال لي هلا ضب الشنط عبكرا فيه سفرة بياخد بريك يعني ولا بيضل بالبريك على التليفون لا بيضل على التليفون ما بتحس انه قطعت العمر هايك ولا شو؟ شو بدي غير فيها صل الله اللي ما طلع ليش هيها ولطلع لي بس انه أخدت من حساب حياتك الشخصية من وقتك مع عائلتك من تاخد فاكيشن مثلا وترتاح مثل كل هالعالم يعني اللي بيبقى حكيمة ما معي وقت ما عندي الوقت بعدين مش هاوي فاكيشن أنا يعني مرتاح مثل ما أنا انت مضمن شغل مضمن شغل اي نعم ما لحد ما اي نعم هي بتعرف اذا كوندي موعد مثلا تاني يوم عبكرة مثلا بقلهم ما ساوعوني سبعة خمس ونصف كونواعي إذا عندي شغل ما بنام وأنا تعبت يعني أنا أنا من الجامعة بنام بساعة ثلاثة ونص أربعة هي بتعرف أنا بزعجة كتير بالليل يعني مبروح على قوت الصهرة وعلى مكتبنا هلا انتو بتناموا بعدكم بالنفس الأودة ولا رغل من إزعجاته لك الواحد بأودة ما فيها بدي استفادها بالليل لو بتشوف مرة زلة بنبرمان على شو بدت تهرو لا بخلا ما فيه ماما هو جين طيب إذا بي عائدة بسخن معها أنا هي بتعرف يعني بتحبها كتير اعترف له ما بعترف هي بس تسخن هي بتعرف بس تسخن بسخن معها بجن بعلى عرفيها بجن أكتر من الأولاد أولادها أولادي يعني أنو هي بيخبرته بس إني بيعرفه وهي بتعرف إذا بصلى شي يعني بيخبرت عليها طبعا أنا محب مني يعني شو حاقود ما عندي حاد أنا ولا أنا جاسر بحبه بحبه واللي بيغلط معي وبتركه باش بحكي معه خلص مش بحكيه بحياتي خلص ولا يمكن لما تاخد قرار بطول بس بطول لا أزعر بطول لا تاخد القرار بس خلال قضيت منام بفرض قوضة أكيد يعني أنا بيصهر على الفوتوية عميل التليفزيون بس هي أنا بدي أسهر بدي ضو يكون مضوي وضوه ورايي مش هلقشع وشوف اكتب كل شي اه اه تكتب بنفس أنا فيه روح أسهر بيقوط الصهرة فيه عندي مكتب صغير كمان بحسها انتيم أكتر بارتاح أكتر فيها تعودنا كمان هيك تعودنا بس هي شو بيزعجها أنا بضوط ضو هي بدأت نام اي اكيد وصوت التليفزيون جبت لها هاو دي من الطيران حطتهم عيونة تعودت 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 بس أوقيت بطفي الضو بضله حطتهم بش اللي هن أنا يعني أنا ولا مرة يعني أنا ولا مرة إلا ما هي نامت قبلي وقامت قبلي تعودت بيت ببرمانها وقال جوابنا قالت بدي أسكن بالحزمية بدي أقعد ببيروت أنا وازلنا شرعنا بالحزمية كنا فوق ببرمانها الطويلات غير مال والنوم والتقل غير شي في ليلة هي خفيفة بسمع لبدة وخلص وطلعت عليها لقيتها موجودة حدي بعد جمعة أنا أنا ألبت عن تاخد بعد جمعة وطلعت هلاء هلاء تشيليني عن الأرض تكسر يعني كنت تكسر تري من غير النوم علينا هلاء هي تري قبل الجمعة هي ألبت وقيمة الدغري خفيفة بس أنا بس أنا بس أنا شو صار فيها ألبت مدرش يوم هي صار شد فيها ما حدث بخل بلو العزي عم خبرك كل شي أنا بعد نيلة هلاء بلو أنا شد فيك تلو أنت تشد نزول ما ساعدني شو بديل؟ أنا وقامت تعصيتوني لكل واحد كتفي واجهة منية ألبت يعني لما يكون عنده مقابلة تلفزيونية بتعرفي يعني ما حتقطع مرور الكرام مصبت ولازم الكل ثاني يوم يحكي بالمقابلة ها إذا ما خلصت بخناقة شو بتقليله قبل يعني بحطي إيدك على قلبك بتوصتي شو بتقليل بحط إيدي على قلبي بتقليل تجبت إلينا مشي الصلاويات كمي هاي الشغل اللي عم يحكوا عنا هلاء اليوم الضاربة ما تقول عنا هاك ما تقول هاك ما تقول هاك وبنطرو لو شو ما عندي بقض بنطرو بحضر وتشوف شو بدي يقول بقولهم كلهم لا كل اللي بحكيهم ما بقول شي منهم بعضه بيظهر بيقولي خلاص ما تعتليهم ما تعتليهم خلاص خلاص هالمرة غير وبيرجع اللي براسه بقوله أنا أناعتي تلتني أنا إذا بقتني بشغلي ضل فيها لموت يعني أنا مشيت ما اللي بوجله خير وطول بعمره جنرال مش العون أنا خلي حدا يقول من العونية أو بعضه طيب لك وينه يذكر اللي بطول بعمره إذا حدا عطيني ليرة أو دولار أو ربع ونحنا رح نحكي عن هيدا الموضوع بس قبل ما نعمل شوكولات شو بده بدنا شي سخن بدي عارف أنت مسميها لهلاء على التليفون خير إن شاء الله ايه لك وين بتريد خير إن شاء الله ايه ها تفضل أول شي اسمها هلو مش هلا بس يا هلو بيطلع لي ها دي هلا يعني اللي بيسمعك خير إن شاء الله ايه هلو خير إن شاء الله ايه تقليك لا لأنه جزاف كتير بينشغل باله علينا بس نظهر ونروح ونجي بيضال بط وين صرت وشو عملته كذا اللي أنا بتلفن له بنهار عشر مرات ايه تطمن عليهم هيا للتلفن بيكون في شي اللي أكتب له اسمها اه ما بتلفن لا ما بتلفن من غير شار بيضهر بيضهر الله يكون معاك مع السلام انت بلا حالك بس ما بتلفن له بعرفه عنده شغل وبينزعج عرفتك بس تلفن بيروح قلبه من مطرحه بقول خير إن شاء الله شو فيه هلا مثلا ابني بالعادة بيسموا على التلفن حبيبتي حبيبتي مثلا بيب بيبي ما في بيب وبيبي وهيه ما مغنجة هلو خير إن شاء الله ايه وشو بدي ابني مثلا بسميه جوتو يقبرني اه في يقبرني لأ ابني ايه مريا أرقوري تباية نك وين هنا اكتبلك كاتب أرقوري تباية أرقوري تباية نك وين هناك كاركوري تباية اه اه هم تطلع قاركوري تباية ايه شك بديت بلكا كتبه كاركوري وإذا كنت محول على كتائي بكتب تبلكا وإذا كنت بغدا هيك رسمة مع شي سياسة مع اسم كبير ورن تلفونك قدامه قاركوري تباية ايه ايه او خير إن شاء الله ايه بيعرفوا كلهم بيعرفوا كوميك تلفونك مش كوميك لا لا بدا شوكولاشو بعض في شغلي فريكي عن الصبي بس هلق شلتها كنت حاطط له غير شي يقبرني كذا هلق شلتها معقول ايه بس هايدة ايه يقبرني يعني عالأجنبي عالأرمني عالأرمني وانت مسميتين عادة شو مسميتين؟ لا كمان جوتو يقبر أمه وماريا تقبر أمه ايه هو هو خبرون خبرون ابن عمي تاج راسي كنا نحضر كنا نحضر بيه بيه عم تمزح باب الحارة برمضان نبقى مصايفين نحنا كنا نصايف باب عبدات قبل ما نصير نصايف بالزعر ونقعد كانت ننطر لأولاد صغار وشو بدنا نحط لهم باب الحارة مثلا فيك تحطيه لأولاد صغار تعرفين ما في شي يعني كله خارجوا كل الوقت ابن عمي ابن عمي ابن عمي ابن عمي تاج راسي صارت عنا محط كلام يفوت جوزافي يفوت جوزافي من الباب ابن عمي تاج راسي بلشت بالمزح سهلا قداش نصي عمي شوي جيني واسقبات ها في حدا مهمة ترد عليها هلا كلهم مهمين كلهم مهمين طيب بلايا نعمل شوكولات شو ونكمل الحديث إلا نحكي شوي سياسة شوكولات شو لقلي ولقليك هلا ولقلك قهوة شكرا عزبناك عايب شون انت بدك قهوة تفضل هين قهوة لقلك هاي طنجرة يا قهوة شكرا لقليك شكرا لقليك منو مضمن قهوة محب القهوة كتير شكرا لقليك شكرا لقليك شكرا لقليك يا أهلا وسهلا فيكن أنا فيك كنت عم بتقلي قبل ما نشرب الشوكولات شو والقهوة انو انت ما بتغير بأناعاتك لا ولا لو شو ما صار إذا الشغلة هي تغيرت أكيد بتركها بس بالسياسة اللي ما بيغير بأناعاته بيدفع التمن غالي أكيد ما نحنا دفعنا التمن وجوزيف أبو فاضي وأنا دفع التمن شو تضحية 32 سنة برأيك راحوا على الفاضي أنا ما بندم بالعكس بيشرفني المرحلة اللي كنت فيها مع فخامة الرئيس الشهيد شيخ بشير جميل أو مع القائد الأشكاء اللي إحباية الرئيس الشهيد أو مع القوات اللي كنت فيهم أيام مع الله يرحموا أنا نزلتها أيام كنت مع أساساً أساساً بلشت مع بطرس خمانت المفوض هو الأساسي تحت وبعدين نقلت كنت بالمدفعية أنا مع طوطو توني بريدي وبنفس الوقت كنت مع الأشكاء يعني وبالتسعة وثمينين تسعين رحت مع الرئيس ميشيل عون بس لأنك بتكره دكتور سامير جاهل؟ لا مش نعله بكره أخوة نحنا مجموعة لا أنا سفرت عاميركا من الأتصالاتنا أنا كل ما أصحابي يعني عادت شاين ونصف شوية بنيويورك بعدين بدي إيجي عملت أتصالاتي وجيت لهون وضلت على اتصال معهم بالشام وبزحلة مع الرئيس شخصيا مع بيئة ومع الله يرحمه مع سامير يونس ومع كل الشبيب يعني ويتلفلولي على البيت وكلهم بيعرفوا بالقوات إنه أنا اتصالاتي مفتوحة لأنه أنا ما بيشتري بيشتري بيئة صاحبي صاحبي معروفة لذلك أنا طلعت من القوات يعني علي ديون وقت كنت توفى الشيخ بشير وقت استشهد شيخ بشير وبعد مننا بقيت سبعة أربعة خمس سنين يعني ماني زلمي عامل سروات أنا من ورا الأحزاب وإجا صاحبنا الله يوجه له خير فوض أبو ناظر وركب ميشيل عون وبوصي أشقر الله يرحمه صديقي الحبيب قلبي كنا احنا مع بعضنا ببرمينا عمليه نوع من السكنات بعيد يعني بالمثل وبعيد عن جعجع بعدين وصل الجنرال ميشيل عون وطرح طروحات قالت راح الشيخ بشير عمنا فورا قلنا أجت يعني الحمد الله أجانا واحد يعني الحمد الله طلع كله كلام بكلام بس أخذ معك وقت لما دخل جبران يعني غشوني يا صحيح غشوك ولا كنت موعود يعني في ناس بقولوا ما عد بوزارات كتير وما أخذتها وأجا جبران متل ما صاحب السجادة من من أجرين من تحت أجرين كتير أنا صاحبت السجادة من تحته لا عم بسأل لا أنا عم قالك شو صار وقت مشينا مع جنرال ميشيل عون 1889 وقال لي هن وله كان فيه وزارات وله كان معروف في باقة حرب مش معروف شو بده يصير وله كان هو رح هي مرأة جمهورية نحنا عارفين واجه حبيقة لعنده وشفته أنا بالفترة كان فيها بأصرب عبدة ومش معروف في قصة وبعدها فل جنرال عون ولما ما سبيت على تواصل معه أنا القصة وما فيها إنو احنا وقت مشينا مع ميشيل عون وأنا صاروا يبعثوني هو أبن ما يوصل روح افتتح مراكز وإحكي فيهن وأعمل محاضرات أبن ما يجي ووقت اللي إجا كمان كنت أنا ولازلت يعني أنا بعده صوره ببيتي ما بشيلهم لأنو حاطت لي حاطت ابني بحضنه بغنج وكنت أنا صاحب كتير أنا وجنرال بس ما علا قلبت علامي وثانين درجة هو علا خليه كف وتارك صورته ببيتك هي بترك صورته ببيتك شو زال ما هو ما كان حاكم ببعبده كان جبران بسيل بس أنا عم إلك لأنو ابني محطوط ما عادوا بحضنه عم يغنج يعني كرمال ابنك أنت تارك الصور لا تاركه أنا صور الله يرحمهم في كتير صور شباب شباب كانوا معهم شخصيا بحبوا بحبوا لجنرال يعني أنت مشكلتك مع جبران أنا ما بكرهوا جبران ما بكرهوا كمان جبران خلي بس كفيلك شو القصة صاروا يقولوا بعدين بيعمل رئيس جمهورية من إحنا عم نقاتل طي يوصل الجنرال ميشيل عون طي يسلم البلد مثل مثل ما سلموا رئيس شهيد شيخ بشير جميل ويقدر وصل أول يوم شو بدك تعمل بدي سلم جبران بدي أعطيك مثل عميد فؤاد لاشقر قالوا بخاطرك في كتير فلوا نحنا بقينا سنة اثنين بالتالتة فلت أنا ريحت معه على نيويورك وقامت لأيامي وصار يقولوا يه ريح معه جزيفة وفاضية طيب أكيد بيم بدي أخد معه على الأمم المتحدة بدي أخد ناس مثلي أنا نتيجة اللي بدي ألي كيه حسيت وصارت الثورة أنه مش مشي العون اللي بعرفه أنه خيستقبل الجماعة عمول لك حلي خلص صار كربج كله وما عم بدي يسمع لحدا وسلم كل شي كأنه الأخطاء كلها كانت قابل لأنه ما يسمع لجبران سلم كل شي لجبران وأنا قلت خلي جبران الله يوفقه عم بيحكي أنه جبران على التليفون أنا بحياتي كنت مع جبران يعني أنا ما عمشي العون وأنا أكبر منه لجبران بالعمر وهو أكبر منه لأنه عنده كتلي أعمل له هي حزب الله بس أنا القصة وفيه عم يحكي مو على التليفون بيقول لي إذا هايك بشوفك بعد كورونا قلت له إذا هايك ستين سنة عليك وعا الكورونا ويلا بخاطرك وضلت ويزيتها وأنا أول واحد يعني حسرتك أقللك إيمة نعم أكيد أكيد أنا اللي بيقلل إيمة معي يعني بالنسبة لي لي بعض وما تخليه ومن يوم متى قطعت معه وبس يحكي بحكي وإذا بي وبس يسبوني بسبوني شو يعني بس يحكي يعني هيدا مثل تهديد أكيد بس تحكي بحكي شو بدك تحكي يعني هو بحكي يعني شو بدك تحكي لما عندي أسرار أنا أنا بعرف كتير أمور عن كل رؤسة المرأة أنا كنت مستشار مع فخمت الرئيس أيميل لاحوط بالأصر بس ما حدا بيعرف لأنه أنا هكي مدفئ أنا ويا أنه ما حدا بيعرف بس هلا عمقول عندي في كتير ناس بيعرفوا وبوزارة المالية بيعرفوا أنا كل الكونتراتات اللي عملها بوزارة المالية ميرين بدفع ضريبة كمحامة أنا ما بعمل شي غير قانوني اللي عملته أنه أنا بيعز الأزمة بيعز كل شي هو رئيس جمهورية تركته لأنه أنا ما انطرت هو يقل لي يروح فل بس حالت أنا وصهره جمعتين تليدي شفته مساءل قلت خلط برامة ظهري وأنا فتحت النار لأنه بلشوا يربوا يسبوا وصرت تسبهم وصرت قلت لهم اللي بيسبني بسبوا ايه بس أنه هاي شو بتجيب نتيجة ما بتقليه لهم خلاص يعني أنا ما بتختلفين توميديا بسياسة بلا بقل له أنه شو حتنفعك يعني بالطعمي خبز أنه سبك سبيته لا أنه أنا إذا ما سبوني شو بدي فيهم مالهم مالهم يعني أنا هلأ القارة العونية كلها شلتها من الدماغي خلاص بقش في شي نظيف الدماغي شو بدي فيهم مالهم مالهم بشي شلت القارة العونية نظيف الدماغي ها أكيد لأنه كله تقبيس يكون أنا بعدين خبروني يكون أنا على التلفزيون عم تقاتل أنا وواحد هنقول بالجزيرة أنا وواحد كرميل مشيال عون يكونوا نقعدين قد مشيال عون عم يسبوا فيي بالبيت ببيته ومرة قلت له أنت بعت ناس على سوريا يحكوا فيي قال لي لأ قلت له هيك قيلولي السوريين قالوا عني أنا مقتل نص لبنان لأنه كنت مع فلان قال لي مش هلقدي زلمي قلت له جنرال هوا معي ما تعملوا وأنا في كتير إشياء أنا وجنرال عون بيموت هو بيموت أنا وبتموت معنا أنا أنا ماني ولد بخلينه واقف عند هالنقطة أنت مقتل نص لبنان هو بعته ناس لفوق أنه هيدا يعني أنا ملت له براد اخترعت له مرمرون وبراد أنت مقتل حدا؟ لا هلأ فت مع أغلبية الأحزاب بلبنان لا مش هلية لا والسياسية بلبنان كلهم يعني أغلبيتهم في دم برقبتهم هلأ منفهم أنه لأنه كانت أيام حرب ودفاع عن النفس وخبار كتير بس أنت ما فت بالمجازر اللي صارت أنا ما كنت صبر وشارتيلا أنا كنت رأي أجاز أمن كنت مسؤول عن بكفية من بعد إسرشاد شيخ بشير كمان بقينا بات شيخ بير عم تقبلت عايزة بقيت حدو يومين ثلاثة كانوا خلصوا مجازر صبر وشارتيلا مجزرة أهدين أنا ما شاركت فيها أنا كنت مثل من المتن الشمالي كنت مسؤول عن منطقة المتن أنا رئيس فرنجية وقبرته إلى سلامينباك وقت مره الرئيس فرنجية ومعه سلامينباك نحنا كان مركزنا قدام كان فيه مطعم بانطلياس اسمه هيجل أنجيجل كان فيه وراء حد منه سوق خضرة نحنا كان في عينا نقطة هونيك عطول دايما نحنا كنا مقامنين كل الطريق للرئيس فرنجية لو وصل على صغرتي عارفين كل شي بس نحنا أنا بيه وعينه بالبات بيه صوره هو الرئيس فرنجية الله يرحمه بس بيك أصلاً كان ضد أنك تنخرج بالأحزاب ايه أكيد لأنه هو ما عامل حزبة ايه ما حبك أنك تفوت وانت ما تركت شي ما عملته أنا عامل السبعة ودمتها بس دمتها أوسع حكي طيب مما لا هو ما قاتل أنا قاتلت بالحرب بعدين صار فيه تنظيم بده يستلموا تتوحد القوات نحنا ما فيها ننكر أنه المرضى أول شهيد للمرضى سقط معنا على الفنادق هو أظن من بايد خوري شاب أول شهيد على الفنادق وأظن على جامعة هاي كازيان يوم انتا كانوا بيعطيننا مشان ناخد مصر في لبنان يعني المعاركة هونيك بلا شيء اتهمت بس جوزاف بعد التفجيرات ومنون تفجير الآلمية ما جي فرح لا دا حكي هي ما جي وما تقعد بتقول فجروا لي سيارتي أنا وقت فجروا لي سيارتي أنا ما جي أنا كنت مسؤولة عن المتن بس هي هلأ الموضوع ما فيه هي كان بصوت لبنان وهي كان ضدنا مش ماشي معنا مش مع القوات مش مع الشيخ بشير بقى بدي يكون في حدا زعلان منها أو شيء حطوا له أصبعين ديناميت مش هي نزيحة سيارتها معا كان رونود وزويد بعد الضغط صالحولها الدولاب ومشت فيها يعني هي ماجي صديقتنا وكل شيء بس هي مكبر الموضوع أنا ما خصني مش أنا لا مش أنا لا لو خصك لو هي عندها أناعة انو خصك ما هي في عزايم بيناتنا اي لا معمول حتى بعيد زواجة مرأة عزمتنا لا اليوم؟ لا اليوم ما عمشوفها اليوم صارت مع جبران قيلولي بس انو مرأة فترة في عزايم بيناتنا نحنا صديقتنا ماجي بس هلأ الى فترة هي قيلولي ماشي مع جبران ما عمشوفها أنا الي بعدي شوفها على الواتساب بيحكي عنويا كل يوم كل يوم كل يوم كنا بعدين بس أنا تركت جبران يعني تركت الرئيس هون ما عادت صار في تواصل بس أنا بيحترمها وبقدرها ومش أنا مفجر لسيارتها أكيد مش أنا طيب جوزاف انت ما بتحكي مع جبران أوكي بس كمان اللي بيحكوا مع جبران ما بتحكي معهم؟ هني بيخافوا يحكوني بس في قسم منهم بيحكيني بيحكوني على التليفون أنا معي رائم تاني ماجي فرح هي اللي خايفة تحكيه؟ مش خايفة ما بدا تحكيني لأنه هي هي ما بدا؟ يمكن ما في حديث يحكا؟ أنا بقول يمكن وعدينها بوزارة أو شي إنه بكرة بستوصل بكرة بيعملوها بوزيرة أعلام أو شي هي بتستحق وأنا بيحكي صراحة بدي سميلك أسامة وصفل إيهم بكلمة يولا حاضر؟ ضروري ما في يقول باس لأنه هاي دي أول حلقة بعملها أنا ومرتي هي الباس كلمة؟ بدي أحرجها لهلا بدي أحرجها لهلا عم بيحكي إشياء يمكن هي مش سامعتهم ومش هي لهن لا شخص إذا قدت لك وصفلة وصفلة الرئيس الشهيد بشير جميل بكلمة هيدا بطل قومي لن يتكرر نيسح بقى ما بقى يجي مثله مسؤول أمني وزلمة الرئيس ميشيل عوض أعب يعني للأسف الشديد للأسف الشديد شو هالذات براسك؟ لأسف الشديد منو بايل كل؟ بايل كل؟ لا بايل كل ولا جد الكل ما شيل؟ جبران بسيل؟ بايلة جبران بسيل طلع برأيي أنا بايلة جبران بسيل و جبران بسيل؟ ابنه لمشي العون بس؟ ما عندو صفة غير هاي؟ لا خيري بالدني؟ خيري بالدني يا خيري بالدني ما فيك تعطي صفة؟ لأنو الأحزاب المسيحية الأخرى هني ريخين حالهم تبكينو الصحة سيد حسن نصر الله؟ سيد حسن شخصية على مصطوى العالم يعني مصطوى العالم العربي والعالم شخصية مقاومة وعدم ابنه منه إنسان يعني شخص ممكن تلاقيه الكاريزما خلقت باللبنان عند اتنين عند الرئيس الشيخ بشير الجميل وعند سمحت السيد حسن نصر الله عند غيره ما فيه كاريزما والشهيد رفيق الحريري؟ رئيس رفيق الحريري رجل أنماء وأعمار وكل شيء من بعد ما استشهد رئيس الحريري فعلا رئيس الرفيق وصفوا بكلمة؟ هذا بيل كل كان هذا قدمة هو بيل كل معلوم قدمة كنا نصبه ونظلمه ونصبت هي المستقبل كنا غنطانين لأنه تعترف إنك ظلمتوا؟ اه معلومة أكيد ظلمتوا قلتها بالسياسة بس هلا همقولها معك ستريتا ظلمناه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وظلمنا يعني وصرفنا وكأنه حتى كل العونية تصرفوا كأنه هذا العدو دكتور سامير جعجا دكتور سامير جعجا ما عم يخد دوره خيفان هو؟ أه في شي مخوف وما بعرف شو ما بدي أحكي أكثر سلايمان باك فرنجية سلايمان باك فرنجية أه يعني متل أفضل أفضلك والله زغرة بكل الناس شخصية أه إذا بيعمل رئيس جمهورية أنتوا عم تقولوا لأنه زالمي ورجال وكلمته كلمة هلا جزاف أبو فادل وصفي بكل أنا كزوجة باي حنون وبي صالح وزوج صالح كصحفية ومحب أنا صحفية محايدة يعني أنا محايدة بالسياسة بس رأيك فيه كنجم تلفزيوني هو الأول يعني مش بس أنا لأني مارت ومام مرسي مرسي نمبر وان نمبر وان لأ هالحقيقة لأ مش مزبوط أول مرة بتسمعها هالكلمة 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 تخاف علي بس أنا مثلا أنا بيكون عنده حلقة تلفوني بيروكي قد ما بيجين التلفونات فيه ناس ما بيخطر ببالي التلفن لي أو فيه ناس ما بعرفه بتجيب رقمي مثلا هو عالتلفون ييه يجوزك عسلامتو كذا يعني عرفتي كيف بس بيناتنا ما فيه وقت بيقولونك مش عسلامتو لو كنت أنا قراءه فيه كتير قراء أنا ضدده وبيجي حدا بده يقلي ما بيفتح لهم مجال بالنهاية فيه ما رأح خلي حدا المدافع الشرس هاي بمفروض طبيعي ما بفتح لهم مجال هلأ أنا بدي أفتح لكم مجال خليها تكون نوع مش اعتراف خلا نقول أمنية شي بدك تقوله لا هلا لأنك ما بتقل لكتير قصص شي خاص ما بعرف بدك تكتب لنا إياها ومع اسمك تحت ونحن منسكرة ومنحطة على شجرة اعترافات مع ريتا وبآخر شهر العيد بقرأ كل الاعترافات على الهواء بس أنا خطتي مش قلو ما بهم المهم أعرف أقرأ ايه أكيد هتعرفت أقرأ إذا ما قدرت أقرأ هبدأ قللك على الهواء بسألك شو كاتب ايه حلق صعب عليك تكتبي له شي لا كتبت كتبت اسمك تحت لا لازم اكتب اسمي لا نعرف نتذكر آخر الشهر لأنه كل الجوف رح أقرأ شو كتبه شو جوزافي كتير شو عم تكتب له شهر لا أنا شاطر بالشعر أذا بدك بفت وقت كارت عرصنا كتب لي حبيبتي هلا من الديار إلى الدار واو وعش يسبب بدي كافي إلى الاستقرار جاءت وقفت بس زبطت إلى الاستقرار إيه الحمد لله بلا الحمد لله نحن بالعادة عندنا طاولة الكونفاشن بس انت بما انك ما بتحب الاعترافات وما بتحب تقعد على كرسة الاعترافات الا اللي بيقعد ما يبيلك بروع على كرسة الاعتراف اللي عند القادة انت فكرميلك جوزيف ابو فاضل كثرت الفورما واليوم مرسي ستريتا ما هتعترف بس ما فيك تهرب من انه تعطي رأيك بالحلقة انا اول مرة بطلع حلقة انا و هلا وبنحكي اشي عائلية بقلب البيت بدي هنيكي قدرت اخطي مني كل الاشياء اللي ما بيحكيهم عالة العالم ما بتعرفهم حساتك عم تحكي بلسان وقلب العالم يعنو اللي عم تسمعيهم يمكن الناس عم سمعون منك اللي تبدي يسألون الناس سألتيهم هادي ما هي ما هي حكي بيناتنا ما انتوا قاعدين عنده بالبيت ايه ما صح حكي باقي هون همانو بقي هون في كاميرات وهنيكي حلقة كتير حلوة ان شاء الله تعجب الناس وسم الله عليك بيضالك يعني فنانة من الطراز الاول ممثلة وكل شيء اتمنى لك التوفيق وان شاء الله بيناعد عليك بالصحة عملت لي اعترافات لقالة لا اعملك انه هلا اعترافات لقالة هي على الميلاد في نوال ان شاء الله هلا مرسي كتير لقالة مرسي كتير انبسط انو تعرفت عليك وشوفنا هيك الوجه المشرق بالبيت الوجه الاخر للوجه اللي بيبقى جائر على التيفي ومشكال جاي هلا شوفنا وجه تاني ماني مشكلجي انا عصبي لا لا ماني ما لا يعني هلا قدنا احنا وياك شفت كل شيء لا اليوم كتير ريئ اليوم تمام لك اعترافاتكم او امنياتكم صارت عندي هلا بحطهم على الشاش انا كنت بدعمل امني امني اترتي اكيد من عيد اكيد من على الشرف مبسطنا كتير ورتحنا كتير معيك حسينا عن جد ببيتنا مش ببيتيك كتير انت قريبة للقلب شكرا يعني بفكرك الواحد على التلفزيون انه تطلع بهالوجه انه هيك بس لا انت بطبيعتك كتير قريبة للقلب شكرا وشاطرة تسأل الاسئلة بتطلعيهم يعني اللي حكيتهم يمكن انا ناسيتهم طلعتهم وانا كنت ناسيتهم ع سلامتك شكرا كتير لانك هلا انا مبسط فيكم قد الدني شكرا جوزيف ابو فاضل لن يتكرر شو هالشخصية شو هالكاركتير هلا هو اجمالا ما بيعترف بشي اسمه اعترافات فكي بده يعترف باعترافات مع ريته ما بتصده قدي كان عندي صعوبة لجره على الاعترافات على جلستنا خدوا شو طلع منو وشو اكتشفت انا اكتشفت شخص تاني كليا غيري اللي منشوفه على التيفي لقيته رومانسة لقيت انه اللي بحب مش ضروري يضل يقول بحب 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 تصرفاته لوحده لقيت قلب طيب لقيت قلب حنون وهلا زوجته مرأة اللي بتحب الحياة اللي بتحب زوجه كتير اللي كل همه بالحياة انه تضل راديوته وهو مرتاح يعني على حساب راحة الشخصية لقيته نقبل كتير كتير متل كل العالم لانو انا كنت مفكرة انو هول الناس بيبقوا غير بس كتير حقيقية وكتير الواحد بيتعلم من تجربتهم كتير كانت الحلوة الجلسة معهم البنت اجمالا غنموه جباية تبقى قريبة منه ومعلقة فيه بس ما منقدر نعرف عم العلاقة غير ما المرض يدق الباب والموت يصير قريبة ما بعرف شو كان نطرني بس كانت فرصة صعبية وبتصور اني جوازتها مستوعبت فكرة انو بابا يمرد ذكرني من عشر سنين لما انا مرضت ويمكن قدرت افهمه ليش ما كان يقدر يتقبل انو انا امرض بدون شك ما بعرف شو مخبينا المستقبل انو هذا الشي من الجهول بالنسبة لي ولنا كلها بس انا واثق تماما اني بدي يغيش مع بناتي وعيش كل لحظة بحياتي انا وياهم بكل جمالي و بكل حب و بكل صدق حلو كتير انك تطلب من رب العالمين شي وانو يصير يمكن وقتا ايمانك عن جد بيكبر انا قلت له ما تروح هو عن جد ما راح ومو بس ما راح هو طلع عن جد بطل اسراري كتير راح يعترفولي فيها الكاتب والمخرج الكبير والممثل ممضوح القطرش وبنته النجمة مروى القطرش اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا فيكي جايبتكن دافت العيد هلا ازيارتكن عزيزة علي بشهر العيد ومن الشام لهون اهلا وسهلا فيكي مروى شكرا كتير اني ااخذ ايه اكيد يا السلام شكرا شكرا اليك اهلا وسهلا فيك استاذ ممتوح شكرا اليك ألف شكر شكرا اسمحيلي ما بدا شكرا ان شاء الله يا رب هيك بالصحة والعافية للك ولأهلنا ولبلدنا ولكل محبيننا ان شاء الله لكل العالم اهم شي الصحة اهم شي الصحة اكيد ممضوح القطرش انت كاتب ومسرح معروف منورنا اليوم مروى القطرش بنتك ولكن كمان ماشي على درب الفن من عائلة فنية كبيرة ممثلة واخراش كمان والله ايه كانت تجربتي الجديدة من فترة قريبة عائلة فنية كبيرة يعني منروح لفريد القطرش وصولا لليوم الحمد الله انا بنتمي لعائلة فنية وعائلة حتى سياسية حتى بسلطان باشا القطرش يعني فخر كبير للي اني يكون بنتمي بس الفخر الاكبر بالحقيقة مع احترامي للجميع اني بنتمى ممضوح القطرش الله يخليلي كالا الوالد والارث الحقيقي اللي عندك هو مروى وبناتك ويلي بيحبوك كتير 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 إلى أقصى الحدود هو مروح للجانب المؤلم والمظلم لما حدا من عائلتنا منحبه كتير ويواجه حبيبتي دغري تغير وجه يواجه مرض يتحس انك بلحظة رح تخسريه للوالد شو صار معه بصحته؟ شوفي خليني كالون هيك بلش شوي من البداية بابا بحياتي انا ومها اختي ومزنة حقيقة يعني هو يعني يبدو للكل هو فقط داعم وأب مثالي بس بالنسبة لنا هو صديق هو حبيب هو بيت السر هو عن جد الملاذ بكل ما يمكن يعني تسميته بهي الحياة هو حقيقة الملاذ الوحيد فبابا ما بحياته تعب يعني أنا ومها ومزنة دائما وحتى ماما منتعب منمرض كذا بالنسبة لنا بابا دائما جبل كبير ما بيمرض ما بيتعب فاللحظة اللي وفتنا على فكرة بالمصادفة يعني فتنا كان عنده مشكلة بالكلة ففتنا بدنا نعالج له ياها وما كان في ابدا يعني ما كان في ابدا براسنا انه في مشكلة صحية حقيقية نحنا يفترض انه نظام غذائي بدنا نتبعه بدنا نصلح كم شغلة وكنا طالعين من المشفى كنا خالصين كل هاي الأمور وطالعين من المشفى فأختي الكبيرة مزنة قالت انه لازم نعمله تشيك أب كامل قبل ما نطلع فصورناهم خلصنا تصوير وحتى ما استنينا النتائج ما قبلكن يعني ولكن هو حسس بالشي أبدا ولا عالبال هو كتير طور ولا عالبال ولا عالبال ولا أبدا يعني عن جد بطل دائما بطل بكل الأماكن يعني وما بيضعفه حتى إذا بتقول له انت تعبان في مشكلة بعينك بيقلك لا أنا كتير منيح فلما نحنا وطالعين من المشفى بيجي ماما عم الضبلة تياب ونازلين بيجي خبر من الدكتور بيدق على الغرفة بيقول انت وين قلنا له نحنا أنا بالغرفة دكتور إلي قال لي أنا جاي فورا فكنت أنا ومها إختي ومها حبيبتي يعني هيك راقصة بالي وكتير حساسة ونعمة نعمة وحساسة فوقفي أنا وياها قام بيقلنا يعني الوالد معه كانسر وهيك دغرة فما كان سهل لا بعرف شي شو يعني كانسر بالحياة ولا بعرف شو يعني انه ممدوح ينضر ما يعني ما كانت تجربة سهلة والله لا يجربها لأي حدا بالحياة وانت عرفت دغرة خبرتوه لا ما خبرتوه لا دغري لا أبدا يعني بعد كم فترة يعني بعد بس هو زكي يعني انت كمان زكي ضليتك تسأل الدكاترا ان له في مشكلة بدنا نضل عم نعمل فحوصات قال الدكتور لازم نعمل لقطنا بالوقت الذهبي فلازم نعمله استقصال بسرعة فصرنا نقول له انه بدنا نفوت نشوف شو الموضوع يمكن فيه كتلة عادية بدنا نحاول بس خلينا ارجع لأيلك يعني اول مرة تلقيت الخبر شو اول شي خطر براسك؟ انه خفتي صورة البطل تنهاز؟ يعني خفت شوفه موجوع بس لانه ما بتحمل يعني مو سهل انه قادر ان يشوفه خفت على لي ولا خفت على حالك بخسارته؟ خفت عليه لا انا ما بخا انا اذا هو بصر له شي انا ما يعني انا معه دائما وين ما راح كيف هاي؟ اي اكيد طبعا كيف ما فهمت؟ لا اي ما فهمت؟ يعني ما ما فكرت بحالي بصراحة خفت عليه لانه ما بعرف انا شو كيف ممكن كيف انت معه وين ما راح؟ اي انا معه كله وين ما راح هذا اول اعتراف اذا لا سمح الله صار له شي كيف يعني انت معه؟ ما بعرف ما بعرف يعني ما بدي روح بالليقاء بس حقيقي ما بقدر شوف حياتي بدونه ما بقدر شوف حياتي بدون ما تكون مكمل لإله وامتداد لإله وهو يكون عايش وبخير يعني لانه اي شي بس هوني عم نحكي عن الحيات عن سنة الحيات يعني هو الطبيعي انه الاهل يموتوا قبلوا ولدون بعمر معين هلا اكيد هيدا شي مؤلم بس هيك الحيات صح؟ صح هو شوفي بحول هاي الحالي يعني كثير فيها اشكالية انك انت تعب تبني علاقة من البدايات مع من هم غالين على قلبك التطور العلاقة لعلاقة ما بعشو بسميها مش حب يعني علاقة تعلق هاي فيها خطورة يعني حسب قناعتي انا فيها خطورة كبيرة لانه يعني هون بتصير احيانا الانسان بتجرد عن الذات يريد الآخر حياة الآخر ووجود الآخر كثير الحالي هاي فيها فيها نوع من الاشكالية بالحياة لابد تطور العلاقة فيها الاي اثنين بيحبوا بعض بس انت راضي عني عم بتقوله؟ انا مشكلتي مع بناتي يعني مش بس مروة يعني مع بناتي التلافي انه اول شغلي انتصرت فيها على نفسي يعني انا بالاول كسرت حاجز الاب بينه وبينه يعني ما عاد في شي اسموه والله مضوح لا طلش البي وظل بنات لا 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 صاروا فقات من طفولتهم يعني رفقتهم من الطفولي ونزلت أنا لسنهم تماماً وعايشتهم بفترات تطور حياتهم بضمن هذا المنحة فنشعت علاقة قديمة بينه وبين التلافي وكثير احيانا ما بعجتولي بابا يعني بعجتولي ممدوح وكثير بكون سعيداني بهذا الوصف هون الموقف بصير كثير حرج لانه انت عندك ثلاث كائنات حيية عم تتحرك وموجودة بالحياة والمشكلة وين انه كل كيان فيهن مستقل عن الاخر برؤية مختلفة بشخصية مختلفة بلحظة ما هو هاي اوكي بس بديك تتعامل يعني انا كمنضوح خالق هذه الكائنات بعد رب العالمين يعني بديك تشوفي السبل اللي تقدر تتعامل فيها مع ثلاث كائنات مختلفة طب انت كيف تتعملت مع وضع مرضك بين الحياة والموت وبناتك الثلاثة يعني واحد منهم مروا عم بتقول انت اذا بتروح انا بروح معك يعني الله يطول بعمرك بس هو يعني شي كتير خطير قوي صدقيني فيه شي اسمه ايمان قدري يعني قد يجوز كتير وارد الاحتمال مع حتى قناعاتي الداخلية وانا بقول لكم ياها لأول مرة وهن البنات بيسمعوها لأول مرة ما اعادني للحياة هو اللوعي عندي الباطن اللي اني بملكه بذبسي انه من شان بناتي يعني عدت الحياة من شانهم انت رجعت على الحياة كرمالهم رجعت على الحياة كرمالهم لانه انا كان ميقوس من وضعي يعني بس انه بالنهاية الله يطول بعمرك اكيد بس ما حدا بيخلد يعني بدون شك بالنهاية هيدا شي واقع نحنا عملنا نواجهه كلنا بدون شك بدون شك الموت حق يعني لكل الناس يعني انا مؤمن بهذا تماما بس هون يعني انا بقول لك الحياة هي بتستمر يعني بوهم الإنسان هذا الوهم بس بالحياة بالحقيقة بتستمر بتاخذ استمر انت عنديك نظرة خوف تمرها كل الوقت عايشة بخوف عم تطلعي فيه وخايفة ايه بخاف علي كثير بخاف علي كثير بخاف علي كثير وتخاف حتى يعني حتى وقت بيجي تصوير او شي مع انه مرة اجاة تصوير مع الشركة كان في عندي شوي هيك خلافات معه فلما خبروني في عنده تصوير نزلت من لبنان انا مستقرة هون نزلت من لبنان اخدش انتيتي ورحت معه فيقولوا بدهم يعملوا ميكب لهم انا انا بعمل بدهم يلابسوا لهم لا انا بلابسوا لها الدرجة ايه طلقيني قاعدة هيك يلابسوا كل شي يعني ما حدا يداقوا حتى المخرج المنفس بده يعطيه اي حوار اللي عطيني انا باعطيه انه بس المهم هو يكون موجود شوفي هو يعني ما عنديك مشكل تتجرد من انه انت ممثلة وتصير الاسستنت لبيك اكيد طبعا انت نجمة مروا بتاخدوا بطولات بتروح بتعملي اسستنت لبيك بالشركة يعني هنه حينظروا يقولوا ييه شو صار له والله اكيد ما بيعني لأي نظرة انا بشوفهم رح يشوفوا لي بعيني بحبة وحيتعلموا معنى الحب الحقيقي لانه يعني انا باكتر شي بهمني بالحياة لما هو يبتسم انا لما بطلع على التلفزيون بطلع لقاء باكتر شي بهمني انه يكون قاعد ويقول انه هاي بنتي لانه هو اللي ساعدني يوصل لهون يعني وبعدني ما وصلت لهيك لساعته هو مستمر وحيتم مستمر لحتى يشوفني عن جد اني وصلت لساعتني يعني ببداية الطريق عم بتقول الحب الحقيقي قديه صعب تلاقي الحب الحقيقي المصبوط قديه هو مهمته صعبة يقدر يخرق قلبيك ويخرق هالرابط الاول اللي عندك انت وبيك قداش بده يكون صادق قداش بده يكون حقيقة من بيئة بتشبه بيئتنا من الصعوبة انه انت تلاقي رجل اليوم يحترم هاي هاي الكيان وهي الكينونة متل ما بيحترم والدك اللتي وقيت قول انت تعرف شكلك بتعرف يعني شكله تجدته أنا بعرف كل شي ętهم يعني لاندي شي وخبرنا يعني لاني تقروني على اسرارين لا اي اسرار هاي بس لك اول ما قلتله يعني لقيته قال لي قال لي تطلع فيني هيك قال لي قللك شغلة وضحك قالت له شو قال لي أنت أصدق بنت شفتها بحياتي شايفة يعني يعني لهذا الكلام كثير بيوازن لسه بيكمل من شخصيتي فتلاقي فيه سند قوي عم بيحاول يكمل منك ويدعمك دائما أكيد مستمر هي أصدق من زوجتك أريدك عالم آخر تقربينيش عليها يا أشكاليتي مع أشكالية أزالية أو قدرية أه في مشكلة أزالية الله يكمل لا 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 أنا بدي أعرف شكل الليل هون لا هون بقى هات لنشوف شو المشكلة الأزالية بابا عندك رجع على البيت ما هو اللي بدي حسابات شابك كثير من اعترافات صح؟ لا خلت خلت نحبره نحن نحبره خبرني بس العلم يعني أنا بالحياتي كانت كثير قوضوية يعني إشكاليات حياتي عشت حياة بالطول وبالعرض هيك بيسموها أو هيك بيحكوا عنها يعني فتعددت زوجاتي في الحياة يعني هاي رقم زوجتي الأخيرة أمي البنات رقم سبتعاش نعم سبتعاش نعم كان قبلها في ستعشر زوجي هي رقم سبتعاش وعندك ولاد منون؟ في عندي من وحدي بنتي موجودة بأمريكا لا ستعاش كله ما شفت منهم ولاد؟ بيطلب منك يعني؟ اي ما كنت أنا كنت تحبب الحياة هرستيكية والبنت أنتو أصحاب معا؟ اي اي اكي والبنت لجت هيك يعني انت بي البنات؟ اي طبعا فكنت عايش حياة كثير غريبة يعني فأجت بأي عمر تزوجت أمي رقم سبتعاش؟ من عشرين سنة، ثلاثين سنة أكتر؟ ايه خمسة وثلاثين يعني تأخرت في زواجي يعني انت شو تأخرت ما في قبلها سبتعاش؟ أنا تقول لي زواجي من منا أم البنات تأخرت زواجي بها إلا تلحل ايه ايه جمين ياخد حق ماما و بس وقفنا على السبتعاش؟ طفنا هو يعني بتعرفيش القدر إذا بيجي 18 يعني يريت بتعرفيش إذا بيرجع القدر هو المشكل مريعا تتطلعي فيه هيك؟ لأنه تغير نظرتك لإله إذا عم الزيجة 18 لا تتغيره هو ممنوع هو بدي خبرك شغلك هي لازم تعمله فين أنا فكرة أوه هو يعني ماما حدا كتير على فكرة لطيف بالحياة وجميل وعن جد ساحر وعن جد هني وحقيقة أنا بقول له دائما لبابا هي محتضنة بابا بشكل مانو طبيعيا بابا أحيانا ما خايفة خايفة تروح حقيقي في 16 قبلها حبيبة بس أنا هي تعلم تماما أنه هو بيحبها من داخله من داخله لأنه هي احتضنته بشكل كتير كبير وتستوعب يعني يعني هو حتى مرة صار في لقاء بينه وبين وبين أحد زوجاته فهي احترمت فقلت لي تركي بابا أنه هو هلا عم بيسالة يعني هي حدا محتضن وواعي وناضج بشكل كتير كتير جميل عن جد ما ممكن تلاقي هيك امرأة أنا مستحيل كون متلى مثلا بس هي تعلم تماما كمان أنه عنده ثلاث بنات الحقيقة محاوطين وبشكل ما في ولا أنت بتقدر ما في ولا أنت بتقدر اتفوت على بس بس أنا ريتا وقادرة على كل شي بدي أجمع انتي أمرأة معك إستر منذوح ايه شو وفقت يعني وفقت بابا على الله على الله بدي خبرك هي ريتا جميل كتير بصراحة يعني ما فينا ما فينا بس أقول لك انتي بس شو اسم المسلسل ستيلتو 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 كتير كان دورك رائع وأنا كتير عجبت فيك من يومها بس بالخائن كان إمكانياتك انتي أكبر كتير من الدور أي يعني الدور كان أقل من إمكانياتك ممكن بس أنا بقلعك لحظة بس هاي مغازلة يعني مفهمت لأ بدايات هاي بداية مغازلة كأنه لأنه بعرفك كيف أنت تدخل دير بالك دير بالك هلا حسب أنت لأي حلقة وصلت بس هو تسعين حلقة وحتشوف إمكانيات كثيرة وبدى رأيك من بعد ما تشوفه ايه هو بدون شك يعني بس أنا بتعرفي أنا مخرج أستقرق لا ما هو هيدا شي نقد وملاحظة أنا على راسك يعني استقرق أنا يعني شو ما كان هيك بقبل شو ما كان الدور وضح بين سبيلي وملامحه كله وضحات بدون شك يعني إمكانياتك انتي كقدرة تعطاء كقدرة ممثلي أكبر بكثير من الدور اللي أختي بعد الحلقة تسعين بتكون حضرت كل شي بتشرفني لهون مع السبتعاش مع السبتعاش وبتعطينا رأيك منشو بعدها منشو شو ما تصير ما روح يعني عنايت الأمرين لما انصدمت بمرض والديك ولما مضوك أنت أو إخواتك حدا منكم أنه الوالد رح يفوت يعمل العملية بالكانسر ويمكن ما يطلع قديه صعب؟ والله الحقيقة ما قالوا يمكن يعني شو قالوا؟ هننا نبلغونا أنه العملية خطرة كتير عليه وعلى عمره وردي للأسف كان الكانسر متوضع بعمق الرئة من جوه فكان محتاجين يعني كتير ليدخلوا جوه كان كتير دقيق الموضوع فكانوا مستصعبين للأمر جدا وعمره كان شوي كمان ما بيساعد على العملية بنجاحها شو قللك؟ يعني شو صار؟ قالوا لكون خلاص؟ ايه ما كان سهل أبدا الموضوع علينا شو قالوا؟ قالوا يعني بس أنا بتذكر شغلة واحدة قبل ما يفوت تطلع فيني أنا ومها ومزنى وقال لي أنو تطلع فينا وقلنا أنا طالع ايه ما بنساها هي اللحظة تطلع فينا قلنا أنا طالع ملي هيك فحتى يعني يعني قعدنا برا أنا ومزنى ما كنت عم شوف تماما قدامي قاتلي موزنى قللك طالع فبديو يطلع دا كان صعب الموقف مروة؟ مو سهل أبدا مو سهل يعني مو سهل خسارة أب لأنه نحنا بنات ومو سهل خسارة ممدوح أنا بفهمك أنا بي توفى كنسر وحالته شبيهة وبفهم بفهم هيدا الوجع لما تحس إنو الشخص اللي تحبيه عم بيدوب قداميك وبشكل كتير سريع وعم بيتطلعوا فيك الحكمة يلي مفروض هني يكونوا خشبة الخلاص ما إنو ما فيهم يعملوا شي عم بيمضوكي على موت بيك بقدر بفهمهم أو بررهم لأنو هاي مهنتهم يعني يمكن عم بيمرق عليهم الآلاف من الحالات والشكل يومي بس بالنسبة إلي ما بقدر برر اللي صار أبدا بس الله لا يجربها لحدا وأدادل بالعملية سبع ساعات نعم يعني تقريبا أكثر أكثر سبع ساعات سبع ساعات وشوي وكانت الخطورة في احتمالية البنج يعني الجسمي مكان يعني وقلبي كثير كان صعب علي تحملك وقت طويل في البنج يعني فكان هون الخطر شديد وواقف إضافة إلى خطورة العملية بحب ذاتها بس ربك بيستر انه يعني شوف كيف اكتشاف المرض اجا في مرحلة يسموها ذهبية عند الدكاترا يعني في اللحبات الحالي يجي لأن الدكتور طبعاً ما عرفت الحالي يعني الدكتور مدير المستشفى الله يعني يوجه له الخير من اهم الدكاترا فعب يقول لي بامدوح معاك ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام مبعد من مسكاك انا يا مبعد طيب فيك هل قد بعد ثلاثة ايام ثلاثة ايام عطانا فرصة ثلاثة ايام فقط لأنه هو مدخن عطانا فرصة ثلاثة ايام مرض عم ينتشر بيها السرعة اي وكان الدكتور بده يعمل له بكرة فلولا ما هو انسان مدخن ما نطره لثلاثة ايام يعني حنا نطرنا ثلاثة ايام فقط ليقطع الدخان ويطلع نيكوتين ليحسنو يبنجو ويفوتو على العمليات درت انسى هيدا الورقة يلي انه بيك يمكن ما يطلع يعني سوريا عم نحكيها متل ما ايلي بس هيدا هيدا اللحظة هاي اللحظة تاريخية انه الواحد بيتطلع انه شو قد امضي فعل الله حبيب موقف حبيب ايه شوفي الحمدلله انا اختي الكبيرة مزنى يعني حدا قوي بالحياة يعني هي هيك هي الزلمة بناتنا وهي الام يعني هي الام وهي الاب نفس الوقت مع يعني مع وجود بابا وماما هي قامت بها المهمة؟ ايه هي قامت به المهمة وطلعت قد أدى بصراحة مزنى وحشة كتير تكتر تشكري عليا انه رديتطمدلة فاته على العملية وطلع لها كان لازم يدخلوا بالعملية وما حايدخلوا بدون هاتا هذا الامضة فما فيني وكيف قطعوا السبع ساعات ضلينا على الباب تحت كانوا كل شوية يقلونا بتعرفي عند باب العمليات ممنوع تضلي لازم تطلع إلى برة عملنا مشاكل كتير و يعني وبأي لحظة أي مبرد يطلع ويفوت طبعا أنه بسألي شو هو كيف هو هلأ فيه أي شي بسألي بقدر أعمل شي شو أديك أنه طوال سبع ساعات إنه أصلا طوال كانوا قاتلين سبع ساعات العمل الجراحي العمل الجراحي سبع ساعات وفيه تقدير قبل وفيه بعض كانوا سيئين كتير نعاش وشغلات والدخول كمان مرحلة دخوله على العناية المشددة كانت أسوأ بمراحل و يعني تشوفيك كيف طالع من العملية الشكل كان بيوجع يعني أنت اليوم لبسي أسود مفروض أبدا ما تلبسي أسود بحياتك بها ديك الفترة كنت عم تلبسي أسود لما تروح على المستشفى لا كنت عم بلبس أسود كان عندي تدريبات بنفس الفترة بس أبدا مولا لتوقعي يعني أنا أبدا ما بتوقع أنه هو يصل له شي ولا فيني بادر أصلا بالتفكير بهذا الأمر كان عندي بنفس الوقت عرض مسرحي وحتى القروب المسرحية على دار الأوبرا بدمشق حتى قروب المسرحية قالوا لي أنه فورا منجيب حدا بديل لأنه حتى قروب المسرحية دريب الموضوع ودريبي شو قالوا الدكاترة وكان عرضي أنا يعني يوم العملية صح؟ لا أعتني قبل بيوم من العملية قبل بيوم من العملية صح؟ قبل بيوم من العملية صح؟ قبل بيوم من العملية فخبروني أنه أنه منخبر حدا ومندربه وهو بيشتغل مكانك فأنا للحظة لأنه هن قالوا بلك يصار شي فلما رجعت لعند بابا قلت له بابا شو؟ يعني أنا ما رح أقدر أعرض فهو قال لي هو قال لي لا أنتي بدك تعرضي أنتي زعن جد بتحبيني وانتي عن جد بدك ياني أطلع من العملية فأنت كنت قادرة؟ ما كنت قادرة بس كانت رغبته وقل لك كمان سير وهدول بشكر مهو مزنعن جد اليوم لأنه هن أقوى مني ما قدرت أتحمل اللي عم شوفه وعم يتوجع كو عملتي؟ كنت عم بهرب على البروفات يعني بالفترة تقصدت روحي أي يعني حتى الصبح كان يقل لي كنت ضل عنده بالليل هو ونايم يفي أي شي خصوصي كمان بعد العملية كنت ضل عنده بالليل بعدين أول ما يفتح عيونه وروح على البروفا روح على البروفا ضل ببروفا أعمل عرض أطلع من العرض روح على البروفا لأنه كان لازم يشوفني قبل ما يفوت لأنه أنا بعرف إذا شافني رح يفوت بني هو يطلع مني هي مروة المفضلة على؟ جاوب جاوب إجا من يسأل هذا السؤال حقيقي؟ مروة يعني أصغر للبنات وبتاع في دوما الصغير يعني مندلع يعني وبعدين بنفس تنسيش حالي يعني أنه مروة من البرناتي يعني هي امتداد إلي بتخصصي يعني هي درست في المعادة على الفرون المسرحية في دمشيق ميزة لأنه هي راحة على المجال طبعا؟ هي راحة يعني أنا خريجي القاهرة هي أوتك؟ يعني هي امتدادة يعني عرفتي كيف؟ هو أوتك؟ اي 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 بدون شك امتدادة هو مصدر القوة الوحيد اي بشوف فيها نجاحاتي يعني اللي حققتها هيك بل ببداية الشباب وبداية الحياة والابتحان المهنياي بشوف فيها بدايات مندوح في طفوله وفي شبابه يعني وإن شاء الله والحمد لله يعني عم بتحقق نجاحك كثير جميل بيطلع دمان هيك أو مو بوجهي بيطلع باللاوعي تبعي بدي اعمل شي منيح مكرمالو ليش هلأ رح عمل هاد الخطأ هو موجود وعلى فكرة ما بي حياته مد ايدو ضربنا يعني ما بي حياته قال كلمة سيئة ما بي حياته عصب عن جد أنا عن جديد عم شوفك شوي عم تعصب هلأ يعني عم يدي خلق شوي بس قصدي ما بي حياتي شفته خفت منهم من فعل ما سوف يقوم به أنا كنت دائما بخاف من زعله إن هو يزعل أنا بدي هيك غلطك بشغلة مروة أنت عم تربطي قوتيك بشخص آخر مع أنه هي قوتيك لازم تنبع منك إليك أكيد هو مصدر قوة لإليك وسند بس أنت لوحدك أنت قوتيك تخطيع من حالك أكيد أنا قوية أكيد أنا منيحة أكيد أنا واصلة لهذا المكان أنا من يعني متصاحة من حالي بوجوده أنت عندك كل هول إي بس بسبب عرفتي بيرجع هيك اللوعي بفيك علي بيقلي بسببه وبسبب وجوده وبسبب حضوره وبسبب ابتسامته وبسبب يعني أثري عليه يعني ها كلام عاطف يا مش علمي كلام حبي يعني أما بالحقيقة نظرته لوحده بتكفي بالحقيقة مختلف يعني نظرته لوحده بتكفي طيب أنا بدي روح لعندك يعني مروة ما تحملت تشوفك عم تنوجع ما تحملت أبدا تشوفك عم تنطفة إن شاء الله بيضلك مدوة ضلت وقفة أكتر من سبع ساعات على باب غرفة العمليات إذا رجعنا عشر سنين لورا لما كان هي عمرة سبعة عشر سنة وعرفت أنها مريضة شو عملت؟ رب اللي أموة بس هي كاي بنتذكر حتى قبل بطفولتها يعني مابعث وقعت مابعث شو صاب مابعث بتذكر الحدث بس اللي بتذكره وبالمستشفى كان لازم يدخلوا إبري على يسحبوا لهذا الألم اللي صار دوه يعني فإجباري بدني أعولها إبري يعني وأني حملها بيدي هي شو كنت أعملوا قابل بنعملها إبري أعوذوا بالله وأخدت وهربت فيها إيه؟ طلعت من المستشفى أعملها أعملها ورباب فيها والدكاترة رحقيني ونمرضين بعدين استوعبت لهم وش غابي أعمل أنا؟ إنه عم ضرّة ما عم بنفع عم ضرّة ما عم بنفعها لابني قوامت تفسي وقدرت تخليهم سلموا إياها للدكاترة يقدروا يعملوا له هاي الهبري يعني فكيف تعلقي فيهن أنا هيدا التعلق اللي كانها الأدهيو صغيرة تلاقي وردة عمرها 17 سنة أحلامها طموحاتها عندها مليون حلم مليون حياتي بدت تحقيقه تلاقيها إنه مريضة ما عم تقشع بعينها كتير يعني سوريا عم نرجع نحكي عن هيدا المرحلة بحياتك بس صدقيني إنه إذا بتفتحي جوجل كله بيحكي عن هالمرحلة المراضية اللي قطعتي فيها فمنو يعني منو شي مخبه بديشوف أنا بس أنت كيف قدرت تحملت توفى هيك يعني شوف كيف أني عندي إيمان بربنا يعني مؤمن جدا يعني برغم فوضويتي في الحياة بس في عندي مرجعي كير مؤمن بالقدرية في الحياة يعني فأنا واثق تماما وبإذن ربنا يعني هذول البنات الثلاثي أقوى من أي شي بوجههم صدقيني كان رافض طول الوقت وقلت لها مروا قلت لها بابا أنت أصدقت يعني دعنا نشوف القصة يعني أنت بوقتها ما نعرف شبكك أنت ما تقدر تشوف الضوك أنت صار معكم شي حادثة بالبيت إنفعاليتك ما بتقدر تضع شو صار مزبوط صار في حادثة مو بالبيت يعني حادثة معي بس نحنا دائما فيه تشاركية كبيرة فنمت معصبة كتير ومتضايقة شما أرجع كتير فقت ما عم شوف كتير منح بعيني وبلشت رحلة الأطباء لحتى ما أخذني بابا على الجامعة الأمريكية ببيروت بس اللي بدي قلك ياه أنه يوم اللي قاله الدكتور لبابا شو اللي صار بالضبط معي فبابا قال له لا شو شخصوا حالتك التصلب اللي ويحي فأنا لما بتجيني الهجمة بفوت على المشفى مدة ما معينة وباخد لليوم وباخد قبر لليوم بس أنا أصلي حوالي لثلاث سنين وأكثر وأكثر ما أجتني هجمة بس بوقت الحكيم الحمد لله بوقت الحكيم أكيد الحمد لله بوقت الحكيم قال لك أنت ما فيك تتجوز ما فيك تنفعلي صح وحتى طلب من بابا هي هاي اللي بدي أحكي لك إياها طلب من بابا يتغير دمي فيغيرولي دمي لأنه هاي أسهل طريقة وخصوصي بعمر صغير فبابا على لحظة كان رح يقوم يضربوه وقال له مستحيل قال له أنت عم تنصب وأنت ماناك دكتور وحملني ومشي فيني أم ماما راحت لها دكتور أطلع عطيني بس خطة علاجية أبوها ما بيتحمل إنه يشوفها يعني مريضة ففعلا ماما أخذت على فكرة الخطة ونزلت لعند دكتورة بسوريا دكتورة العصاب ومشي على هاي الخطة والحقيقة لهيك أنا اليوم كتير بأفضل حال يعني ولكن هذا الإيمان اللي عطاني يا أو بيعطي إخواتي يا بيصير بيشغل باللاوعي عندك حقيقي يعني أنا حقيقة وصلت لمكان أنا ما فيني شي أنا ما فيني شي أنا ما فيني شي أنت عطول بتقولي هي دائما وأنا أي حتى بس أنت اليوم بتقدري هيك تنطلق بمشاعرك أكتر يعني أنت هلا عندك حبيب أحد تجوزkeys laws أو لا يعني بدي بدي إنجح وبيدي أشتغل يعني أنا في باتلي شوي هيكي هاي الصورة لمرسومة إنه مروة الأطرش ما فيها تتزوج مروة الأطرش ما فيها ت تحب مفيا تفرجي مشاعر ألأ أنا مبسوطة أنك سألتيني هذا السؤال لأنه ع줘 لازم يوضح ما قدرت توضح من قبل الموضوع ما هيك صار أبدا دائماً السوشيال ميديا بتاخد منشطات عريضة وهيك بتسوق فيها للأسف لا هو بس الدكتور قال لبابا إنه شو يعني شو يعني شدة الانفعال اللي هي ممنوعة منها مروة فنقل له من قبل الدكتور إنه هي يا أخي بتحب حدا فقال له بابا اي قال له بس لا تزوجها ولا تتركها لا تخليها توصل لشدة الانفعال بأحاسيسها ولا هو مو أبداً المرض يمنع بالعكس إذا بدك يقال إنه المرض عند الحبل بأخر من فترات الهجمات فهو يعني مفيد لإلك الزواج والحمل يعني مية بالمية فأبداً لأنه ما تتاخد الموضوع تماماً بدقته يعني وعينك ونظريك صار أحسن من قبل لا عيني أنا يعني يعني أنا بشوف فيها بنسبة قليلة فيها غباش ثلاثة بالعشرة لليوم إيه فيها غباش قوي بس ما في أي انتكاسات أخرى يعني بعمل رنين دماغ دائماً بيكون في بؤر بس الحمد لله ما فيها توهج وجه النظري الشخصي بمرضها ما عندها مرض ما عندها مرض بعد عشر التشخيص لك وأنا بقول إنه هي ما عندها مرض يعني برجع بكررة أكثر من مرة هي ما عندها مرض أي إنسان أنت أنا كل ياتنا من التعرض وعكيات معينة يتعدل التشخيص بهذه الوعكي شوه كيف؟ في التشخيصات الأطباء كلياتهم تشخيص هو تشخيص لما؟ يعني برأيي هو نوع من الحالة معينة صبتها لفترة معينة عمل التأثيرات معينة على جسدها وعلى نفس جيتها بنفس الوقت وصيبت بها الحالة أما بالدليل على الشيء بس أنا برأيي أنه أنت ما عم تتقبل ما بتقبل أنه الدليل هذا هي قدامك صلى أربعة سنوات الحمد لله ما عيني ما بتقشع فيها مصدوط لا لا أنا عيني كمان وصابت بس وين عمرك وين عمرك؟ ما على الشيء ما هو هاي ما فيها يعني عمر ما فيها عمر يعني هاي بتصيب حالي للنظر هلأ بالجامعة الأمريكية غلطه بالتشخيص يعني؟ يعني ما فيش تشخيص حقيقي للتصلب والويحي كثير تشخيص ودخي فكان تعددت أراء الدكاترة بهذا التشخيص إن شاء الله ما تنزلتي بوست من بعد العملية أو قبله وقلت له ممنوع تروح؟ بعدها بعدها كان وكمان طالع من العناي المشددة قلت له أنت ممنوع تروح كان بدي كل العالم تدعي له لكي بابا العالم بتحبه وما بتتخيلي وأنا عن جد شاكرة كل العالم اللي دعت له ما بتتخيلي كم الهائل اللي إجت على المشفى ما بتتخيلي كم الهائل اللي دعت له أول ما يعني عدت للحياة يعني شو هي عدت للحياة يعني اللحظة اللي أنت بتقول عدت للحياة اللي تقت فيها من البنج كأنك كنت رايح وعدت نعم بدون شك يعني فاللحظة اللي تقت ليها من البنج يعني أول وعيتي يعني وفتحت عيوني الدنيا مغبشي ورأسي ثقيل فأول شي إجى بقدامي الشباك تبع غرفة الإنعاش يعني شفت ثلاث عيون بوجهي هكي ساعة خمسة ونص الصبح عرفت كيف صح أول لحظة بشوف عيون بناتي ففرحت أنه بناتي بعضا معي ما بنساهل هي اللحظة يعني سنعت لينين هم بدك تنتبه على حالك مش بس كرمالة كرمالنا لأن إحنا ما فينا نهديها والله من ديال الشي بتعلق بيتي كمان خلي بالك شوية آه أنا كمان نبدأ نبدأ نوع الـ 18 نوع الـ 19 كنت وارد هتبقى بتذكر على سيرة هو قديش محب وقديش آسي بنفس الوقت بس مش بالقصاول متعارف عليها بتذكر لما كنت عامل جرون الشاوش كنت صف سابع يمكن أو تامن ما بتذكر عملوا معي لقاء بسوريا دراما بتتذكر كنت لابسي قميص أخضر وكنت صغيرة كتير عملت اللقاء فقالولي حكي لنا عن دورك فقالت لهم حلو مدري شو سألت الموزيعة فأنا مبسوطة كتير حلو نيحة مدري شو عم بعمل هيك فللحظة هيك ضربت عيني على بابا ورا الكاميرا فلقيته عامل هيك وين ابتسانته لما خلصنا اللقاء وطلعنا لبرة وأنا عم بشكر العالم طلعت لبرة قاعدت بالسيارة وكان دنيا عم تشتي أنا هلا ما بنساها على فكرة طلع فيني بالسيارة طلع بابا شو شفتني عالكاميرا فقال لي هي مانا بنت مندوح الأطراش ودار وجهه وساق ليه فأنا صرت أبكي وهيك دموعي ولليوم ما بنساها على فكرة كتير قلمتني هذيك اللحظة وقلتلك شو شو أصدق قلتلي بنتي ما بتقول اي حلو اي 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 ومن وقتها كل ما بدي أعمل لقاء بس أعمل لقاب طويلة بالاي بنقص حتى قاعدتي حتى كل شيء عرفتي دائما اليوم شو قدي بتعطيها على عشرة اليوم لا ماشي نيح قدي بتعطيها نيح بعطيها سبعة اثمانية سبعة اثمانية نيح زمطة زمطة نعمة نعمة بعطتها لحدها بخي نعمة كتير أنا بدي منكون حلق بفترة الاعياد الاعتراف عم بيكون خطة تعترف لاشي مش اي لا يقبل تكتب لي هون جملة جملتانة ما بعرف شو بك تقل له كتب اسمك لأنه أنا بهي دي البول بدي حط الاعتراف وعلقوا على الشجرة وباخر الشهر بقره كل الاعترافات اعترافات شو حبه تقليله كمان شي بعد ما قلتي ما عبرتي اكتبي مروه يلا ناطرة انا ايه شي حلو انا مرح اقرأ لانه رح اتركها سوربريز لقليه متل ما هي مفاجأة للناس رح حطها دغري بالبولة تتعلق على الشجرة شكرا اخبتك حلو شكرا كتير لوجودك معنا اليوم هيك بهالجلسة عزيزة علي ومبسوطة انك رجعت هيك استرديت صحتك وعفيتك وقدرناك تبنيك بجلسة من القلب للقلب بس من عادة ان شاء الله وانت موفقة بالعمل الاخراجي اللي عم تقومي فيه حاليا وانا بدي اشكرك ريتا عن جد يعني ما حسيت للحظة هلا بس عم تختمي عم بتذكر انه اه في كاميرات وفي حلقة عم تتصور هلا لا هاي جلسة هاي جلسة بالبيت تماما انا كتير شاكرتك لانو حقينا حاسي حالي بالبيت هيك بلطافتك وبيجمالك احلاكي حبيبي انت الامر وناطرينك كمان بيكسر عدم ان شاء الله وكل شي عم بتقومي فيه حلو وهيك اتعلمنا بس قدي الواحد يقدر يحب لا اقصى درجات واحلاكي شكرا انت السؤال الي كمان جمالية هذا البيت وذوقيته الجميلة هي ناتج عن ذوقيتك انت ولا حدا متدخل معك فيه لا اكيد مجموعة تدخله بس حتى روحي بصراحة كتير تأثرت بعلاقة ممضوح مع بناته وخاصة مروح يعني عندها هيكي صورة البطل الهيرو هلا اكيد انا بالحلقة قلت له انه لازم قوتيك تخديها من حالك ما تخديها من شخص داني مين ما كان هيدا الشخص بس كتير حلوة هال هالعلاقة الاوية هالرابط الاوي بين البنت وبيه نظرات الحب بقناعتي جلسي كانت كتير جميلة وحوار رائع عادرته سيدة ريتا بكل دقة وبكل جبان وكل خطة روح وخطة ظل وكانت انا شخصيا استمتعت كثير بهذه الجلسي مبسوطة كتير اني حكيت مبسوطة كتير انه حكيت عن معنى الحب حب بابا بيشبه بيشبه كل شي بالحياة بيشبه حبي للحياة بيشبه حبي للحبيب بيشبه حبي لبكرة وبيشبه حبي لنجاحي مبسوطة كتير مع ريتا حكيت كل شي بقلبي وحسيت حالي انه انا عنجد موجودة ببيتي او ببيتا بدون اي حواجز بدون اي كاميرات شكرا للكن انا كتير مبسوطة وشكرا لانه اليوم عنجد حسيت حسيت قداش مهم وجود الاهل والبوست اللي قالت له من نوع دفل بصراحة كتير تاتشينك لانه لانه انا قطعت مع والدي نفس الشي كان عامل كمان كنسر وفجأة وكان كمان الهيرو اللي ما بيمرد وفجأة طلع عامل ميتاستاز وقال حكى ما تلك تشهر ف عملنا كل شي في علاجات انه عم نحارب القدر طبعنا داين 9 شهر فكتير صعب تعيش مع اهلك او مع بيك مع الشخص اللي بتحبه كتير بأوجاهه بمرضه وحتى اخته طعمه كتير صعب فبقدر اللي قطع فيه مروه او اللي قطعت فيه ان شاء الله وما بيرجعوا بيقطعوا فيه ابدا كانت اعترافات قوية من اعترافات مع ردة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طعمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة